يوم للأيام ما فكرت أبداً أني أترك نادك وكانت بالنسبة لي زي الأحلام ومعقول أنا لكن لكل شي نهائي فعلاً اليوم تبت قارن الزراعة بالعقار ما في مقارن تبت قارن الزراعة بالصناعة ما في مقارن تبت قارن الزراعة اليوم بالبنوك ما في مقارن ولكنها استثمار موجود يحقق عائدات بس ما تقارنها بعائدات الاستثمارات الأخرى كل شي موجود عندنا في المزرعة بمبيعة بهذه الطريقة يعني نادك أذكر أياما كان يسوون بحدود 4500 اختبار يومي إلى أن يعملون فسح للمنتج جنزل السوق أنا ما استعمل إلى زيت زيتون لكن واجهتني مشكلة محمد بالزيت الزيتون مع بناتي الله يصلحهم حرب علامات تجارية داخل المطبخ نعم نعم وأنا قادر بإذن الله أني أخذهم معي النادك إن شاء الله الوطنية يا هلا والله أنا محمد الوهيبي ورحب فيكم في بودكاست الغرفة اللي نقابل فيه علامات تجارية من حياتنا اليومية نجلسكم معهم ونسمع التجربة اللي ما راح تلقونها في جوجل ضيفنا هو المهندس عبدالله سديس الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية الزراعية وبتلاحظون أننا نتكلم كثير عن شركة نادك لأن ضيفنا صاحب خبرة 28 سنة في نادك حتى صار نائب الرئيس التنفيذي العلامة التجارية في هالحلقة هي الوطنية الزراعية الشركة اللي أسسها الشيخ سليمان الراجحي عام 1982 للميلاد وهي أول وأكبر الشركات المتخصصة في المنتجات العضوية الاستشارة في هالحلقة كانت عن زيت الزيتون المغشوش إذا سمعت معلومة بها الحلقة ذكرتك بصديق شارك مع رابط الحلقة على المنصة اللي يحب هذه الحلقة تأتيكم من شبكة مايكس وغرفة الرياض وبرعاية مطاعم الرومانسية يا أهلا سهلا حياك الله أبو يسام يا أهلا والله سهلا والله محمد سعيدين بوجودك معنا الله يسعدك أنا اللي سعيد والله بوجودي معك والبودكاست الأكثر من رائع يا جارب يا أهلا سهلا ضعتم جائنا بالطريق ما أنا من الناس أنا من الناس اللي فعلا يعني أكاديني ما أقدر أمشي بشوارع الرياض وأنا في الرياض إلا بالغوغل ماب أجيل نعم ما عندي الذاكرة اللي اللي تساعدني بالشوارع بالذات لا تواهاني سهل جدا بس ما شاء الله عليك أبو يسام يعني عقب هالعمر وهالخبرة وهالمكان ورئيس تنفيذي إلا نكتسوك سيارتك بنفسك ما عندك سواكي والله أنا أعتقد يا محمد أني الحمد لله أنه لازلت يعني نشيت والله الحمد وراغب أني أخدم نفسي بنفسي يعني وأستمتع بالشياء بالعكس يمكن أنا مستمتع جدا أني أخدم نفسي بنفسي لأن أساسا نشيت وأنا يعني أقدر أقول لك أني بنيت نفسي بنفسي والله الحمد فهذا الشيء يعني أنا أنا مستمتع فيه بالعكس صح وعافي وطول الأم أبو سامن تفلاح وولد فلاح وابن فللي وهوايتي كالفلاحة وقبل شو يتسولف علينا تقول كنت أشر البشماغي من أول حقين القسار صحيح أنا أنا ابن الرياض موليد الرياض وعشت عمري كله بالرياض وإلا أنت خرجت من الجامعة وأنا بالرياض ودخلت كلية الزراعة ولكن أنا كنت ميقن إيقان تام أنه شغلي ما حيكون بالمدن مجرد ما دخلت كلية زي كلية الزراعة بالتأكيد سيكون عملك خارج المدن وبالمزارع ولا كانت مستغربة أو أنها شايفة أنا شيء صعب لأنني أساسا ابن فلاح وأبوي الله يغفر له ابن فلاح فالعملية متوارثة وفيها حب من الصغر وهذا اللي فعلنا أنا فلاح ابن فلاح ابن فلاح تستمتع بك مزارع؟ جداً أنا اليوم وأنا رئيس تنفيذي وأنا حتى كنت نائب رئيس في نادك والآن رئيس تنفيذي بالوطنية أنا أستمتع كثير لما أزور المشاريع لما أروح الجوف أقضي فيها يوم يومين ثلاثة أروح القصيم أروح الخرج مستمتع جداً في المشاريع بالعكس أنا أعتبر وجودي بالمشاريع أو بالخارج المدن فيها متعة كبيرة جداً وتستنشق هو نظيف وهو عليم رزا الله أنا قبل فترة كنت أسوي لقامة أحد المسؤولين بالسجون وكان يقول لي جزء من برامجنا في إعادة تأهيل المساجين في موضوع الزراعة قلت له ليه إش الزراعة؟ قال الزراعة سبحان الله هي مرجع الإنسان ينتعش فيها الإنسان يحبها ما تبقى على كلامك أنه تعيش الزراعة غير أنها أنت عايش الزراعة تقوي إيمانك بالله سبحانه وتعالى لأنه فعلاً أنت يعني تفعل كل ما هو مطلوب منك لكن في النهاية أنت ما تعمل شيء دبرة الله الله سبحانه هو الزارع أنتم تجرعون أم نحن الزارعون قد تجرع بالموعد المناسب بالبذر المناسبة كل التطبيقات تنفذها مية بالمية ولكن ما يحصل إنتاج ولا يحصل فهذه الزراعة فيها عنصرين أساسية أنا أعتبرها أنها تقوي إيمان الشخص أو الرجل بالله سبحانه وتعالى أنه فعلاً يعني تشوف آيات ربك موجودة معك في الواقع في الحقل الزراعي اثنين اللي تعلمناه في الدراسة وتعلمناه على الطبيعة أنها تعلمك المخاطر المخاطرة في الزراعة شيء أساسي أي يمكن شغلة أخرى غير الزراعة يمكن ما فيها المخاطرة بالنسبة كبيرة الزراعة أول كلمة في الزراعة لللي حب يدرس زراعة أو يستثمر في الزراعة أو يشتغل في الزراعة المخاطرة إذا ما عندك مبدأ أنك تقبل المخاطرة الأفضل أنك ما تستثمر في القطاع الزراعي ولا تشتغل فيه فأول كلمة تعلمناه في الزراعة أنك تتحمل ريسك أو تتحمل المخاطرة في القطاع الزراعي إذا ما تتحمله غادر القطاع على طوال من تعرف ناس يعني علاقاتهم موجهة أو مسؤولين أو كذا لكنهم فيه اهتمام الجانب الخفي هذا بالاهتمام بالزراعة والله يشوف الرجال أعمال كتار يعني بالمملكة اشتغلوا بالزراعة أو جزء من شغلهم بالزراعة خلينا أقول لك واحد منهم المشهور لنا جداً أنا شيخ سليمان راجحي أحد أكبر رجال المال والأعمال بالعالم وهو رجل في النهاية جزء من شغله زراعي فالشيخ سليمان يفخر واحنا نفخر بعد أنه وجود قامة مثل شيخ سليمان كقامة اقتصادية على مستوى العالم أنه رجل يعتبر بعد مزارع فلح الأسرة الحاكمة الأمرة هل لهم اهتمام في موضوع الزراعة بشكل مباشر؟ والله أعتقد أنهم في جزء من أصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو الأمرة مزارعين أنا أذكر في الزمن الأيام ما كنا طلاب كنا نستمتع بزيارات الأمير ميقرن الأمير ميقرن أيام ما كان أمير منطقة حائل كان مزارع وفلاح ورجل خالط العلم الزراعي بالتطبيق الفعلي أو التطبيق الحقلي فأذكر أننا نزرناه في الثبع وثمانين أو ثمانية وثمانين وكانت زيارة جدا ممتعة لنا وهو الأمير ميقرن على مقامه العالي عندنا كشعب سعود جميل نرجع للمهندسة عبدالله نعم أنت يوم تخرجت من كلية الزراعة يقولون أنك توظفت بمقطع قعدت شهرين ما فتحت جنتك كنت ناوي يتهونوا والله يشوف أنا زي ما قلت سابقا أنا ابن الرياض ونشأت بالرياض وعمري كله قضيت بالرياض إلى أنهيت الجامحة فجأة تلاقي نفسك في منطقة صحراوية نائية ما فيها أبجديات الحياة ما فيها التواصل التلفون ما فيه أسفلت ما فيه احنا كنا في اشتغلنا أول ما بديت في منطقة بسيطة بالجوف اللي هي تعتبر ثاني أعلى منطقة حدودية للمملكة بعد القريات فكان ما فيه ما فيه أبجديات الحياة ما فيه تلفون ما فيه أسفلت ما فيه تلفزيون ما فيه لأنه كانت منطقة نائية جدا واحد جاي من الرياض وفجأة يلاقي نفسه خلال أقل من عشر أيام في منطقة مثل هذه فأكيد أنه يخالجوا نوع من الرغبة أنه يعود للرياض لأنه يعيش حياة المدن وحياة شاب في العشرينات ولكن بعد توفيق الله أنه استمريت استمريت لأمور عديدة أولاً توفيق رب العباد أنه كتب لي أنه استمر الثاني كان عندي تحدي نفسي أني ما بأفشل والحمد لله أني ما فشلت ثلاثة كان عندي زملة بالعمل وعندي مدير هون عليه كثير فعلاً وساعدني أنه فعلاً يعني أن نمتص مشكلة البعد والمنطقة الناية والصحراء إلا اليوم مديرك في القطاع؟ الآن هو زميل لي وأنا هو زملة الآن ولكن أدين له بشي كبير اللي هو المهندس حسن الشهري أنا فتحت عيني في الزراع على إيديه أنا جيت وهو مدير مشروعه وأنا اشتغلت معه مهندس زراعي اشتغلت معه حوالي ثلاث سنوات في الجوف نادك الجوف واستلمت منه إدارة الجوف وهو انتقلي إلى إدارة حرض فكان له دور كبير جداً اليوم هو رئيس تنفيذي هو رئيس تنفيذي لشركة إلمالها يعني تنافسونهم الآن ألا أن النافس يطر عملك رأس براس نعم لكن في النهاية يظل أستاذ وأستاذ له فضل كبير علي جميل عشر سنوات قعدتها في الجوف نعم صحيف مشروع نادك في الجوف نعم قل لي عن العشر سنوات هذه اللي عيشتها في الجوف ترى على فكرة يعني يمكنحنا بنا للوسطى أو حتى الجنوب المملكة قاررة فيمكننا ما كتزرنا أصلاً جوف ما نعرف عن دومة الجندل ولا اسكاكا ولا كذا أنا أقول لك معلومة قد تكون أنها أنا تخرجت وتعينت بالجوف وأنا ما زرت الجوف ولا أعلم إلا أن الجوف شمال المملكة لكن لا زرته ولا أدري وين موقع أعرف أنه بالشمال لكن وين الطرق أنا أقصى ما وصلت وصلت تبوك وصلت حايل لكن هو كان بين تبوك وبين عرعر وبين شمال الشرقي المملكة فتخرجت ورحت الجوف وواجهتني بعض العوائق اللي قلت لك عليها آنفا واللي خلاني أرغب والله الحمد الجوف وأهل الجوف أهل الجوف يرقبونك بالمنطقة غصبا عليك يعني أنا عشت فيها عشر سنين لو تبتسأني قبل قديش راح تعيش بالمنطقة هذه ممكن أقول لك سنتين ثلاث بالكتير لكن أهل الجوف يجبرونك فعلا أنك تحبهم وتحب تعيش معهم وأنا أنت بجت مع المجتمع أنا بطبعي اجتماعي لحد كبير يعني فأنتمج بسرعة لكن مجتمع الجوف وأهل الجوف ساعدني كثير أني أصبح أحد أبناء الجوف وأستفر بالجوف بعد سنتين من انضمامي لنادك تزوج جبت زوج اجتماعي بالجوف وبالمنطقة الناية ومن فضل الله علي أنها شاركتني هالمسيرة الطويلة هذه وهذا توفيق من رب العباد فهذا الأشياء اللي خلتني فعلا أطيل الفترة بالجوف أوصف لنا المشهد في الجوف المشهد الزراعي غالب الشركات الزراعية وكثير من الشركات الزراعية موجود لها مزارع أو هي أصلاً موجودة في الجوف وش شكل المزارع هي طبعاً الجوف لما تقولها كمنطقة زراعية هي خلينا لون بناخذها بالتواريخ هي بدأت عام الستة وثمانين سبعة وثمانين ميلادي أول خلينا نقول آبار أو أول استثمار زراعي بدأ ببسيطة الجوف في الستة وثمانين سبعة وثمانين عن طريق شركة نادك كونها شركة حكومية تملك فيها الدولة أياماً عشرين بالمية وممثلة بوزارة الزراعة فالوزارة كان عندها رغبة أيام وزير الزراعة السابق الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ الله يرحمه إنه يبدون الاستثمار بالجوف كون إن الجوف منطقة واحدة زراعياً مناسبة جداً أجواءها جداً مناسبة للزراعة ولها مستقبل وكان نظرة الله يرحمه إنه الجوف فعلاً حتكون شيء أو حتكون عامل على مفارقه في الزراعة السعودية من خلال رئاسة المجلس نادك أسسوا مشروع الجوف في السبعة وثمانين أو ستة وثمانين وبعدها ثلاثة بقية الشركات شركة الجوف ومن ثم الوطنية الزراعية ومن ثم المكيرش ومن ثم الشركات الأخرى الزراعية والآن أصبحت ويمكن صرح فيها اسمو سيد الأمير محمد إن الجوف أصبحت هي سلة غذاء المملكة الآن يعني اليوم من عشر سنين وجاي الجوف أصبحت أحد روافد خلينا نسميها الأمن الغذائي والاكتباء الذاتي بالمملكة والله لحمد فالجوف اليوم فيها شركات كبار زراعية فيها مزارعين كبار أصبحت هي علامة فارقة في إنتاج الزيتون والحبوب وش ميزة أرض الجوف؟ يعني المشاريع ذلك وراء ما ننقلها العيرية مثلاً لا أرض الجوف أو أرض بسيطة أرض خصبة جداً أرض زراعية خصبة أرض مستوية ما يواجهك فيها أي عوايق للاستثمار الزراعي ألمى مواصبات المياه جداً جيدة لزراعة وأعماق المياه جداً مقبولة للمزارعين فهي أرض خصبة بالعكس هي تعتبرها الآن أنا أعتبرها أن من أنسب المناطق الزراعية هي وحاين للاستثمار الزراعي بالمبكة انتقلت بعد خمس سنوات الحرض؟ بعد حوالي عشر سنين بنادك الجوف كان لي الفرصة أني أنتقلي إلى نادك حرض نادك حرض اللي هو القلب النابض لنادك يدير أو ينتج الألبان والعصائر والمجاريع الأبقار والإقطاع الزراعي طبعاً الجوف كان نشاط زراعي زراعي فقط والعشر سنوات هذه كانت كل شغلي فيها زراعي من نصب حليل نمزي حين نشتغل زراعي حرض كانت تجربة جديدة وكانت فيها مصانع الألبان ومزارع الأبقار والإنتاج الزراعي مشروع حرض أو المشاريع اللي أشاكلت حرض مشروع تحس أنك فيه مدير 24 ساعة لأن الشغل فيه 24 ساعة أي ساعة تطرى خلال النهار مزارع الأبقار شغالة المصانع شغالة الإقطاع الزراعي شغال ففعلاً كانت تجربة بالنسبة لي تجربة ثرية جداً أنا أعتبرها أنها جامعة أنا أسميها أنها جامعة نادك هي حرض فعلاً تعلمنا فيها الجانب الإداري تقوى جداً عندنا في إدارة المشاريع الجانب الفني في إنتاج خلينا نقول الإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي والقطاع الزراعي ازداد خبرة فيه كان فيه ثلاثة أربع قطاعات كلها تعمل مع بعض وتخدم مع بعض وتخدم بعض لكنها مصالحها قد تتخاطع أحياناً يعني اللي ماسك القطاع الزراعي همه أنه يرفع أرباحه ويزيد إنتاجه واللي ماسك القطاع خلينا نسميه الأبقار همه أنه يقل تكلفة التغذية من القطاع الزراعي واللي ماسك القطاع التصنيع همه أنه ينتج منتجات غذائية من الحليب واللبن بقل تكاليف من أخوه اللي بالقطاع الانتاج الحيواني فأنت مدير الموازنة الصعبة فكانت فيه الموازنة الصعبة هذه ولله الحمد سقلتنا عملت مننا يعني فعلاً يعني خليط انتاج حيواني وتصنيع غذائي وانتاج زراعي وكانت لي على مفارقة في مسيرة الزراعي ممتاز بعد حرض؟ بعد حرض يمكن أخذت في حرض خمس سنوات بعد حرض كان لي الشرف أني أنضمع الإدارة العامة بنادك وانتقلت حوالي عام 2010 انتقلت إلى الإدارة العامة بنادك بالرياض بمساعد المدير عام للقطاع الزراعي واشتغلت فيها حوالي سنتين ثلاث وبعدين أصبحت مدير عام الزراعة إلى أن ترقيت إلى نائب الرئيس للزراعة وانتهت رحلت ابنادك في شهر 2-21 نادك كان فيها رجال فعلاً لهم أفضل كبيرة علينا شخصياً يمكن ذكرت لك المهندس حسان المهندس عبدالزي البابطين اللي هو كان الأب الروحي لنا حناً كزراعيين سعوديين في نادك ونديله بشي كبير المهندس عبدالزي العوين أحد الرجال إذا بتعد عشرة بالقطاع التصنيع الغذائي والإنتاج الحواني بالمملكة المهندس عبدالزي العوين واحد واحد منهم واحد من الخمسة أكيد فالرجال هذول أصحاب فضل كبير علينا شخصياً زملائنا في القطاع الزراعي أو في نادك حرض كان لهم دور كبير برضو أنه استفدنا من إدارة حرض اللي انفعتنا لاتر أو لاحقاً في أني أصبح النائب الرئيس والمدير العام للقطاع الزراعي يعني تخيل ما بين أني مهندس في الاثنين وتسعين مشرف إلى أن أصبحت أرأس القطاع الزراعي في الثلاثين وثلاثة عربع عشر هالمسيرة هذي تكلت الحمد أني رأس الهد أو أصبحت رأس الهرم القطاع الزراعي عندي تقول لك بشي جامعة نادك ومدرسة نادك وتعلمت شيء كثير ثم تكلمت عن الموازنات الصعبة نادك شركة وطنية عملاقة ودنا تعطينا قصتها أنا أعرف أنه يعني يطول المجال وليوم حلقتنا عن الوطنية نحن فيه تنسيق مع نادك أعباً أنا بعطيك بريف بسيط لأنه من واجبي أني أذكر والكل يعرف نادك نادك هي شركة حكومية تملك فيها الدولة 20% أسسها الملك فيسر رحمة الله عليه على أنقاض شركات كانت موجودة في الستينات وفي السبعينات والثمانينات الشركات زراعية ما كتب لها النجاح في بداية الثمانينات أسست نادك بالاسم الجديد اللي هو الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ودخلت فيها الدولة بمشروع حرض اللي كان يمثل أياما 20% من رأس المال اللي جمع في عام 81 والثمانين بالمية عبارة عن رجال أعمال استثمروا بالشركة هذه وتأسست هي أول وأكبر شركة زراعية بالمملكة العربية السعودية تأسست عام 81 واليوم هي منتشرة مشاريعها الأربع في المملكة عموما وأحد روافد الأمن والاكتفاء الذاتي السعودية كيف قادرة نادك تتحرك في وجود العملاق المراعي؟ لا لا إحنا خلينا نعتبر أنه في عملاقين في نادك وفي المراعي وفي العملاق الثالث الصافي كل الثلاثة دولة في قطاع الألبان والحليب والعصائر هم روافد كبيرة للأمن والاكتفاء الذاتي لمنتجات الحليب والمشتقات والعصائر فبالنسبة لكم مش مؤثر حصة المراعي على تحركات نادك؟ لا لا أنا أعتقد أنه نادك ماشية في تطور وماشية في ازدياد حصة السوقية قاعدة تزيد وقاعدة تكبر اليوم تقارن نادك اليوم بالتسعينات نادك غير تقارن نادك بالألفين نادك غير فقاعدة تكبر الله الحمد كلنا نفخر بنادك ونفخر بالمراعي ونفخر بالصافي كونهم شركات شقيقة يتنافسهم بالميدان بس هدفهم واحد اكتفاء وأمن غذائي وطني لو نجي على تفاصيل العمل في شركة مثل نادك أنا صراحة ما ودي نقفز نادك ونروح للوطنية قبل ما على قراتهم نعصر هذه الخبرة 27 سنة الواحد بيشوفهم من بره يتابع يقول ترى هي على قراتهم رأس مالها شركة ألبان ومنتجات زراعية بسيطة ما فيها اختراع ما فيها تجديد ما فيها تطوير حتى مثلا الشعرات والبراندينج والظهور والملصقات والعلب هي نفسها من 20-30 سنة فما فيها ذاك التحدي لا مو بصحيح لا الانتاج هو الانتاج ولا العبوات هي العبوات ولا حجم الانتاج هو حجم الانتاج اليوم شركات الألبان هذه تتكلم ملايين لترات يومية من الحليب الخام ترجع 20 سنة وراء نادك مثلا كانت تنتج 5 طن حليب يومي اليوم نادك تفوق الواحد ونصر تقريبا إذا ما أنا مخطئ أنا ترى معلوماتي من نادك من سلتين ثلاث فاليوم نادك تقاريرها بواحد ونصر مليون لتر حليب يومي مقارنة بخمس ألاف لتر قبل عشرين سنة لا نادك ما هي نادك أول ولا المراعي المراعي أول ولا الصافي الصافي أول فنادك فعلا نادك شوف الدراسة والعلم يعطيك المفتاح أنك تشتغل وتبني نفسك الشغل الميداني هو اليسق للعلم بالتطبيق يعني اليوم لو تريد تقرأ العلم ما يمكن تنتجه لو تريد تقرأ وتنفذ ما يمكن تنتجه لأنه فيه أخطاء وفيه مشاكل على التربة أو في الأرض أو في الحقول أو في الإنتاج الزراعي أو التصنيع الغذائي ما هي موجودة في المراجع وفي العلم لأنت بتلاحظها هي دائما الخبرة الخبرة مع العلم هي اللي تكون الرجل وهذا اللي اكتسبناه احنا وحصلناه في نادك وفي غير نادك في الوطنية الآن مثلا نسمع أحيانا أنكم تقدون مثلا سنة سنتين لتطوير منتج معين تطوير علبة ملصقة تقليل حجم معين سنوات تأخذ؟ تأخذ سنوات لأنه هذا مهمة البحث والتطوير اليوم علشان تشتغل مع نادك مثلا ومنتج زي نادك أو المراعي أو الوطنية أو الصافي علشان ينزل منتج ولا بد أنه يشبع بحث وتطوير ودراسات ويش الأثر الإيجابي والسلبي للمنتج الجديد أو التغيير الجديد سواء إيجابي أو سلبي فتأخذ فترة تطوير طبعا وفريق البحث والتطوير فريق أو جهد عليه جهد كبير جدا لأنه اليوم هو الجندي المجهول اللي انت ما قاعد تشوفه بالصورة لكن قاعد تشوفه أثاره اليوم خلطات الحليب طعم الحليب وطعم اللبن المختلف هنا وهنا التصنيع الزبادي تصنيع العصائر هذه وراها فريق ضخم من البحث والتطوير طبعا لا يوجد كلا والجود نمتاز 27 سنة أنا أريد أن أعرف شعورك في اليوم اللي أنت طلعت فيه فيه 2 تقريبا 2 فبراير فبراير 21 وشعورك؟ والله شوف محمد أنا الحقيقة اشتغلت ووصلت إلى يوم التقاعد وأنا ما كنت متخيل أني أترك نادك كانت شوف ترى اللي خلاني أستمر بنادك العمر هذا كله تنوع المناصب والمسؤوليات اللي مريت فيها يمكن لو كنت 5-6 سنين 10 سنين في موقع واحد وظليت عليه يمكنني صاب بالملل أو أني أعطيت كل ما عندي التنوع اللي أنا مريت فيه والمسؤوليات المختلفة اللي مريت فيها وهذه بعد فضل الله نتيجة ثقة الإدارات أو الإدارة الشركة هي اللي خلتني فعلا أني أطيل بهالسنين هذه فاليوم أنا في نادك صاح 27 سنة لكن في كل إدارة ما يمكن ما جوزت 5-6 سنوات فهذه اللي خلتني يمكن أقضي العمر هذا كله يوم للأيام ما فكرت أبدا أني أترك نادك وكانت بالنسبة لي زي الأحلام ومعقولة أنا لكن لكل شيء نهائي فعلا يمكن علاقتك مع نادك أطول من علاقتك مع بعض عيالك 7-20 سنة نعم صحيح صحيح أنا عندي ما بي أدع سر عندي 6 بنات والله الحمد البنات الأخيرة الثلاثة الأخار يمكن ما عشت معهم زي ما عشت مع مع نادك أو مع بنات الكبار ففعلا يعني نادك بالنسبة لي شيء كبير جدا زي ما هي الوطنية الآن بالنسبة لي شيء كبير جدا ممتاز حنا بننتقل للوطنية بس دائما الشركات الغذائية الوطنية مثلا شعاركم الغذاء الذي تثق به مثلا المراعي يقولك جودة تستحق الثقة ليش الشركات الزراعية وشركات اللي بان دائما يتركز على موضوع الثقة والله يشوف الغذاء بالنسبة لنا لازم يكون ثقة لأنه الأثر عليه سريع جدا يعني اليوم لو مما تتعامل مع منتج ما هو غذائي أو ما هو منتج تأكل ويأثر على صحتك ممكن الثقة دي أو الجودة ما تبين اللي بعد فترة لكن الغذاء لا الغذاء يمكن الله يدفع البلد لو تأكل منتج سيء ممكن يأثر عليه خلال ساعات فكون هالشركات دي تفخر أنها تنتج جودة عالية فعلا جودة عالية يعني أنا برجع لك النادك مرة ثانية نادك أذكر أيامه كان يسوهم بحدود 4500 اختبار يومي إلى أن يعملون فسح للمنتج ينزل السوق فأنت تشوف الزبادة والحليب تحس بأنه مصنع لا هذا مصنع بالتصنيع وما أخذ عليه عنينات وتحاليل تصل إلى 4000 تحليل باليوم على أساس يضمن لك بإذن الله أن هالمنتج سليم لذلك فعلا جودة تثق بها الثقة أو الجودة بالنسبة للمنتج الغذائي ما يستهام فيه ولا أحد يتهاوم فيه بالإضافة إلى وجود هيئة زي هيئة الغذاء والدواء وهذه أحد أفضل الله سبحانه علينا كبلد وجود هيئة الغذاء والدواء بمعاييرها الحالية وتطبيقاتها الحالية أصبحت فعلا أنها تكمل هالشركات الغذائية اللي تنتج الغذاء فيه شركات تنتج غذاء بجودة عالية وفيه شركة أو هيئة عندها التشريعات وعندها طرق الرقابة والمتابعة للمنتجات اللي في النهاية أنا وأنت كمستهلكين ضامنين بإذن الله شركة عندها جودة عالية وهيئة عندها شروط ومواصفات تضمن لك الجودة أنت كمستهلك ممتاز قبل لا ندخل في موضوع الوطنية أبس ألك برضو سؤال يتعلق بالشركات الزراعية نعم لو تشوف سوق الأسهم أو بشكل عام يعني الشركات الزراعية تلاحظ فيه كثير من الشركات الزراعية تعاني أو وضعهم أو ترقل على قلتهم هل صحيح هذا الاجعاء؟ شوف أنا سوق الأسهم لو تبيت رأيي أنا أنا ما أعتبر أنه مؤشر لأداء الشركة هي عرض طلب وشراء ممكن عملية شراء وبيع على الأسهم تأثر على الأسهم لكن لا تعكس قوة ونشاط الشركة أنا من وجهة نظري أنا لذلك الشركات الزراعية اليوم يمكن لما تراجع القوائم المالية لها في كثير من الشركات ما أقول أنها بقوة الشركات الصناعية وغيرها ولكن لما تقارنها بغيرها أو الشركات الزراعية المماثلة لها في بلدان بنفس حجم بلدنا وبنفس عدد السكان أعتقد أنها أداها جدا جيد أداها جيد أداها جيد نعم أداها ماليا جيد نجع الوطنية الزراعية نعم متى تأسست؟ كيف تأسست؟ مين أسسها؟ الوطنية الزراعية طبعا أنا ما نغريب عنها لأنني أنا كنت مناسق للوطنية أيام الجوف كان مشروع الوطنية اللي أسسه الشيخ سليمان هو مجاور النادي فما كنت غريب على الوطنية ولا الوطنية غريبة عليه وعلاقتي مع العم الشيخ سليمان من التسعينات كانت علاقة قوية فيما بيننا فالوطنية تأسست أعتقد أنه في مش أعتقد أجزة منها تأسست في منتصف أو أول الثمانينات الشيخ سليمان والشيخ صالح الله يرحموا كانوا شركة في القطاع الزراعي وبعدين فصلوا أعمالهم عن بعض والشيخ سليمان أسس علامة الوطنية الوطنية أنت اليوم تشوفها بالدواجن دواجن الوطنية تشوفها الوطنية للصناعة تشوفها بالوطنية للزراعة وتشوفها الوطنية براند قوي بالمملكة التأسست أعتقد أنه في منتصف الثمانينات وإلى اليوم هو علامة قوية في الإنتاج الغذائي والتصنيع الغذائي بالمملكة وقتها الشيخ سليمان حالة؟ نعم من أسس العلامة الوطنية هو الشيخ سليمان نعم هو بلاستيك الوطنية دواجن الوطنية الوطنية للزراعة كلها تم ملك الشيخ سليمان نعم طيب وشيخ سليمان يعني بدأ بالجوف ولا بدأ قبلها؟ أذكر عصير الواحة كان نعم الجوف بدأ آخر استثمارات الشيخ كانت بالجوف بدايته كانت بوادي الدواسر ثم القصيم ثم الجوف الوطنية أحد منتجات الوطنية أو خلينا نسميه المصنع الوطني اللي هو الواحة جيل الثمانيات والتسعينات نشأوا على عصير الواحة وعصير الواحة كان اسم علامة فارقة كبيرة دواجن الوطنية أحد خلينا نقول المشاريع الضخمة جدا لإنتاج الدواجن بالمملكة هو أحد الركائج المهمة لاستقرار إنتاج الدواجن بالمملكة الوطنية الزراعية أول من أدخل الغذاء العضوي أو أول من أنتج الغذاء العضوي بالمملكة هو الوطنية عن طريق الشيخ سليمان كان عنده الشيخ إيمان ولا زال إيمان أنه من ضرريات أو من أسباب إيجاد الوطنية وشغل الشيخ سليمان أنه إنتاج غذاء أو منتج غذاء عاما قبل ما تطبق عليه أنت المواصفات هيئة الغذاء والدواج السعودية هو أساساً منتجه كمنتج غذاء عضوي خالي من توقيت المبيدات أو المبيدات أو الأسمدة فتعتبر الوطنية هي أول من أنتج الغذاء العضوي بالمملكة بس الغذاء العضوي مكلف ولا؟ مكلف طبعاً مكلف من ناحيتين محمد مكلف أنه إنتاجه أقل من الإنتاج الزراعي التقليدي اللي هو يستخدم الأسمدة والمبيدات ومكلف من ناحية أنه مدخلاته يعني اليوم لما تبي تجيب مبيد عضوي أو سماد عضوي تبي تقارنه بالمبيد الزراعي التقليدي لا هو أغلى فهو مكلف من ناحية المصاريف والمدخلات وإنتاجه أقل وش اللي يخلي سليمان يراهن على هذا الشيء؟ هل كان مشروع تجاري أو مشروع وطني؟ لا لا هو شيخ سليمان خلينا نثبت نقطة الشيخ سليمان لو يبحث عن البزنس هو رجل بانكر هو يشتغل بالمنوك وبإمكانه يستثمر في البنوك والصناعة ولا يدور الزراعة لأن الزراعة أقل بكثير من إرادات الصناعة أو البنوك للاستثمار يعني الرجل العمال اليوم تبي تقول له أنت بتستثمر بالزراعة علشان تعمل رأس مال ضخم؟ لا الصناعة أكثر إراد وأكثر ربحية البنوك طبعا ما في مقارنة فما كان هم شيخ سليمان أنه يبحث عن زيادة رأس مال أو زيادة تروة لا الشيخ سليمان كان عنده إيمان ولا زال يمكن لو تشوف استثمرات الشيخ سليمان الزراعية خارج المملكة يعني استثمراته في السودان ما غرضها أنه يزيد تروة أو يزيد غرضها أنه يساعد في زيادة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي البلد زي السودان فبدايات الشيخ بالزراعة كان همه الوحيد أنه يسبب أو يساعد في وجود أو استقرار الأمن الغذائي السعودي وتحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي لأبناء المملكة فهذه أحد أهداف الشيخ لتأسئل شركة الوطنية ما كان همه أنه يعمل رأس مال أو يعمل بزنس خاص له زي ما قلت لك فيه طرق أخرى ممكن يعمل منها بقاتل أو عشرات الضعف الأضعاف اللي نعمل بالزراعة أي لأن الشركة زرعي ما تجيب قروش؟ لا اليوم تبتقارن الزراعة بالعقار ما في مقارن تبتقارن الزراعة بالصناعة ما في مقارن تبتقارن الزراعة اليوم بالبنوك ما في مقارن ولكنها استثمار موجود يحقق عائدات بس ما تقارنها بعائدات الاستثمارات الأخرى فاليوم الزراعة كزراعة ما هي وجهة للاستثمار أو النمو لا لا تقصد نمو رأس المال أو ثراء الشخص ممتاز، أنا برجع يعني بجيك على موضوع العضوي ما العضوي الذين يجينا نصالف على المنتجات لكن خلينا نرجع للتأسيس، تأسيس الشيخ سليمان كان معه أحد أخوانه؟ كان معه يعني شركاء دخلوا حتى في مرحلة لاحقة وطلعوا ولا؟ كان هو أنا قلت لك هو الشيخ صالح كانوا في البداية وبعدين افصلوا وشيخ سليمان انطلق ببراند الوطنية واسم الوطنية ومشاريع الوطنية ويسولفون عليك الموظفين القدامى اللي لاحقين على بداية الوطنية؟ شركة النظارة أو النظارة أو أوكاف الشيخ سليمان عنها الوطنية واحدة من ست سبع شركات شقيقة لنا، يعني دواج الوطنية، دواج الوطنية، دواج الوطنية مصر، مشاريع بالسودان، الراجح الدولية الراجح الاستثمارية الراجح التعليمية هذه كلها شركات شقيقة للوطنية الزراعية وكلها ترجع زي ما قلت الشركة القابضة للشيخ سليمان شركة الشيخ سليمان عبد العزيز الراجح القابض طيب الوطنية الزراعية هي أول الشركات ثم انبثقت بعد الشركات أعتقد أنها هي أول الشركات التي بدأها الشيخ سليمان باستثماراته بدأ بالقطاع الزراعي اختار القصيم والجوف وهذه الدواسر بدأ بالوادي ثم القصيم ثم الجوف طيب يمكن كلامك قبل شوء عن الشركات الزراعية يخلي عند بالي سؤال ليش غالب الشركات الزراعية خصوصا شركات الثمانينات تسمى بالوطنية يعني هل لا مش الوطنية محمد هي الوطنية براند خاص بالشيخ سليمان لكن معظم الشركات الزراعية هي الشركات الزراعية للتنمية الزراعية يعني نادك الشركة الوطنية تنمية الزراعية تبوك شركة تبوك للتنمية الزراعية شركة الجوف شركة الجوف للتنمية الزراعية أحد أهم أهداف الشركات الزراعية ما في شك الأمن الغدائي والاكتفات ذاتي ولكن جزء كبير من دورها تنمية المناطق اللي هي فيها تنميتها زراعية اليوم لما تشوف دور نادك دور الجوف الزراعية دور تبوك لتنمية زراعية في المناطق اللي هي فيها أعتقد أنه أحدثت قفزة كبيرة جدا في تطور المزارع والزراعة في المناطق اللي هي فيها غيرت شكل القطاع بدايتها مدري طبعا اليوم المزارع محمد الصغير أو المزارع للأفراد ما يستطيع جلب التكنولوجيا والتقنية اللي يتكلف ملايين الآن اللي يتستخدم بزراعة فلول الله ثم وجود هالشركات هذه اللي أحد مهامها أنها تجلب التكنولوجيا وتجلب العلم الحديث تطوير المناطق اللي هي فيها اليوم كثير من المزارعين المجاورين لهذه الشركات استفادوا من العلم واستفادوا من التكنولوجيا اللي موجودة في هذه الشركات لحقت على معالي الوزير عبد الرحمن الشيخ على أثرها على القطاع تذكر شي منه؟ أنا أذكر أنه هو أنا أعتبر أنه هو عراب القطاع أو عراب الزراعة السعودية أنا يمكن ما لحقت على أيام دكتور عبد الرحمن الله يرحمه ولكن أثاره طالتنا وحنا شغالين في القطاع الزراعي الأسس اللي بنت عليها الزراعة والتنمية الزراعية بالمملكة بنيت على رؤية ثاقبة رؤية اليوم لما أقول لك أنا في الثمانية وثمانين أو ستة وثمانين الدكتور عبد الرحمن قرر أنه يستثمر بينادك في الجوف اليوم نحن نجني ثمارها اليوم نحن في الآلفين وثلاثة وعشرين وعشرين نجني ثمار الرؤية هذه لو ما كانت الرؤية هذه يمكن ما كانت القفزة الزراعية اللي قاعدة تصيل بالمملكة فهي وارث عن وارث وزير عن وزير كل منهم أدى دوره على أكمل وجه لأن وصلنا للمرحلة الحالية اللي احنا فعلا أصبحنا فيها بلد زراعي من الدرجة الأولى ما عندنا مقومات زراعة اللي زي المياه والأمطار والأنهار ولكن بلد منتج زراعي من الدرجة الأولى ممتاز أربط لك موضوع الشركات الزراعية في الثمينينات وعمل الشيخ أو الوزير عبد الرحمن الشيخ مع الوطنية الزراعية في مشروع الأغنام منحتم أراضي للإنتاج سلطة المملكة الفراس يعني أعطيك واحدة من أسباب نشأة الوطنية بالجوف هي عبارة عن أنه الدكتور عبد الرحمن الله يرحمه عبد الرحمن آل الشيخ وزير الزراعية أيام حرب العراق وإيران فيه توجس على إمدادات الغذاء والأمن الغذائي للمملكة فأعتقد أنه مش أعتقد هو أوعز للشيخ سليمان راجحي وأوعز الأربعة خمسة من الرجال الأعمال أيامها الشيخ ناصر مكيرش والشيخ عبد الرحمن الخريف والشيخ بن دايل وأوعز لهم أنهم يبدوهم في مشاريع الأغنام في شمال المملكة ومنحهم أراضي مقابل أنهم يبدوهم فعلا والوطنية على أثرها بدت وكان التأسيس مشروع الجوف على إنتاج الحيواني يمكن وصل اليوم للأيام القطيع إلى حدود أربعمائة ألف راس غنم وفعلا للشيخ سليمان الحال نعم نعم الوطنية تأسست بالثمانينات خلينا نقول في نهاية الثمانينات في السبعة وثمانيين ثمانية ثمانيين وصلت في أولى التسعينات عندها أربعمائة ألف راس غنم واليوم؟ اليوم لا اليوم عندنا أحدود الأربعين ألف تقريباً عجرة بالمئة من العدد الذي موجود سابقاً لأمور عديدة ما لها علاقة بالقطاع عموماً كقطاع الإنتاج الحيواني أصبح اليوم يعني مع ارتفاع تكلفة العلاف وبعض المؤثرات الأخرى أصبح قطاع غير جاذب للاستثمار ولكن اليوم نشغل مع الوزارة وفي عدة برامج من الوزارة لتطوير أداء المربي أو المنتج أو المالك للإنتاج الحيواني احنا كلنا يعرف أو كل من يشتغل بالقطاع إنتاج الحيواني بالذات الأغنام يعرف أنه 70% من تكلفة الأغنام هي أعلاف وتغذية ومع نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف العلاف عالمياً القطاع هذا قاعد يعاني الآن لكن بإذن الله إن شاء الله مع تحسن كفاءة الإنتاج وإدارة جيدة للقطاع راح تعود إن شاء الله الأعداد الكبيرة اللي كانت موجودة بإذن الله بإذن الله هل صحيح أن الشيخ سليمان كان موصي أنه يبقى جزء منهن ولا ما أوصى لا الشيخ سليمان ما عنده ما عنده يعني إشارة بالبزنس هذا ولكن إحنا كإدارات متعاقبة للوطنية عندنا إحساس ومسؤولية أنه هذه أحد واجباتنا إحنا كشركة الوطنية أنه نكون أحد مصادر اللحوم الحمراء عن طريق الأغنام للمنبكة بالذات ولذلك ما بعته الباقي؟ لا لا مستمرين وفيه الآن إن شاء الله نشغلين على قدم وساغ مع الوزارة أنه نحسن الإنتاج إن شاء الله ونتلافع كثير من الأخطاء وإن شاء الله متفاعلين أنه ترجع على أعداد كما كانت إن شاء الله بإذن الله تذكر رأس المال للوطنية كم بدت؟ والله ما أذكر لكنه اليوم نحن نتكلم بحدود المية يمكن تقريباً مئة مليون إذا ما أنا غلطان بدت مئة مليون لا الآن أحسن بدأت والله ما أذكر كم بدأت لكن اليوم نتكلم بحدود المئة مليون جميل لو أنا بفصل لك أنه مجلس النظارة للشيخ وأبنائه تحت شركة سليمان راجح القابضة تحتها تسع شركات زراعية دواجن لا زراعية الوطنية دواجن الوطنية دواجن الوطنية والوطنية الزراعة والصناعة والسودان والراجحة الدولية والراجحة الاستثمارية واسمنت عطبرة بالسودان كل هذه مجاريع أو شركات تحت القابض ممتاز هذي كلها شركات تربح ولا موقفة كلها؟ لا لا كلها شركات شغالة وعلى فكرة هي شركات فعلاً تابعة للشيخ سليمان لكن تعامل بحوكمة الشركات المساهمة اليوم احنا عندنا نتائج ربعية ونتائج نصية ونتائج سنوية وعندنا مراجعين يعني اليوم اللي راجح حسابات الوطنية الزراعية هو مكتب كي بي ام جي وقبل كي بي ام جي كنا مع اي واي فاحنا عندنا نفس الحوكمة اللي عند الشركات المساهمة رغم انها شركات وقفية نعم رغم انها شركات مش وقفية احنا تابعين لأوقاف لكن نشتغل كشركات ربح وخسارة وعندنا حوكمة وعندنا نتائج ربعية وقاس دائماً من خلال مراجع خارجي طيب خلينا بقى مادري يعني هل انتم اللي تصرفون على الشركات الوقفية كده افهمها يعني اذا بتجي لها كده يعني زي الشركات الخيرية اللي تابعة للشيخ سليمان ما عندها ايرادات طبعاً إلا من الشركات هذه اللي من الشركات اللي هي شركات المنتجة ففي شركات تجيب فلوس للشيخ سليمان وفي شركات تصرف الفلوس وقفية نعم نعم وانتم من الشركات اللي تجيب فلوس نحنا طبعاً واحدة من الشركات اللي عندها ايراد نعم طيب لو رجعنا على موضوع العضوي المنتجات العضوية هي فقط فيما يتعلق بالزراعية الوطنية الزراعية واستمريتوا عليها حتى اليوم ما غيرتوا ولا شيء لا لا ما غير يعني هل عندكم منتجات غير عضوية أخليتوا عن هذا المبEST لا لا عندنا عضوية احنا ما تخلينا احنا عندنا عضوي في عندنا غير عضوية احيانا في منتجات تساعدك انك تكبر فيها عضوي ولا فيها مشكلة وفي منتجات لا لا بد انك تروح غير عضوي لانه انا اذكر واحد من الدراسات طلعت عليها أنا مصر مثلاً حاولت في يوم للأيام إنها تكتفي من القمح وإلى الآن مصر أكبر مستور للقمح لكن لو تبقيس سكان مصر الآن على إنتاجهم الحالي اللي ما هو عضوي ما إلا زاله الآن يعني ما تشكلهم ولا عشرة بالمئة أو عشرين بالمئة فما بالك لو كانت عضوي فببعض المنتجات تساعدك إنك تروح عضوي زيت زيتون ممكن تروح عضوي لكن القمح صح بلأن القمح اليوم أنت في حاجة أو الاستلاك العالي للقمح عالمياً يطلب أنك تزيد الإنتاج لوحدة الأكتار لما تشتغل عضوي لا حيقل إنتاجه كثير في محاصيل سهل أنك تشتغل معها عضوي تتكاثرها وتتوسع بها في محاصيل لا أنت أساساً لنتيجة الاستلاك العالي والطلب العالي ما تقدر تشتغل معها عضوي بس هل العضوي لا يزال رهانكم لا يزال ميزتكم تنافسية اليوم لدينا عصائر التفاع والعنب عضوي زيت الزيتون عضوي خل التفاع عضوي هذه كلها منتجات عضوية الآن نحن ننتجها طبعاً كنا طماطم أو معجون الطماطم عضوي حولناه غير عضوي لأنه نبحث عن زيادة الإنتاج لوحدة المساعة لكن الثلاثة أربعة منتجات رئيسية لازمنا عضوي لا لا يمكن في واحد يسمعنا الآن يقول أصلاً ميش معنى عضوي ميش فرق عضوي عن غيره هل بس تطعمه أنا كمستهلك يفرق؟ لا 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 ما تستطعم منتها ولا طبعاً تستطعم منتها كجودة منتج ناعي يعني اللي يأكل عضوي ويأكل غير عضوي بالذات الخضار هتشوف فيه فارق كبير لكن هي طبعاً خلينا نقول العضوي والمنتج العضوي والمنتج النظيف هي واحد مش بعيدة عن بعض يقابل المنتج اللي فيه تجاوز في إضافات المبيدات يعني اليوم محمد الخطورة في الانتاج الزراعي مش في السمات أنا هذه فلسفتي دائماً أقولها أن السمات أنت سمت من مخلفات الانتاج الحيواني أو سمت من الأسمدة اللي تنتجها سابق وغيرها من الشركات في النهاية الفسفور هو الفسفور والنيتروجين هو نيتروجين مشكلة الغذاء العضوي وغير عضوي اللي هو المبيد المبيد اليوم لما عنده فترة تحريم إذا ما احترمت فترة تحريم هذه ولا نزلت المنتج خلالها هتبقى فيها مشكلة جداً كبيرة على صحة المستهلك فاليوم الناس اللي يبحثون عن عن الاهتمام بالصحة الزايدة مثلاً أو منتجات نظيفة نظيفة يروح للعضوي لكن والله الحمد جزء كبير من إنتاج المملكة منتجات المملكة الزراعية منتجات نعتبرها نظيفة بدرجة كبيرة جداً لأن المزارع مزارع نثق فيه ويثق فيه إمكانياته أنه ينتج منتج نظيف أثنين عندنا رقابة جداً قوية من الجهات الحكومية ذات العلاقة هيئة الغذاء والدواء وزارة التجارة كل هذه جهات رقابية حتراقب منتجك ليس في مزرعتك بس حتراقب منتجك في مزرعتك وفي السوق وتأخذ عينات من الأسواق برضو وتفحص منتجك فإذا أنت في خلل في الإنتاج بالتأكيد هتكشف عالمياً كم نسبة العضوي من كل شيء والله أنا شوف أنه نسبة ضعيفة جداً لأنه إذا أعتقد إذا وصلت خمسة عشرة بالمئة أين أعتقد أنها مبالغ بالنسبة هذه أعتقد أنه لازال لأنه الاستلاك العالم اليوم للغذاء استلاك عالي أو طلب عالي جداً فإذا أنت بتشتغل كل شيء عضوي مع قبولك من العضوي إنتاج وأقل ما هتقدر تغطي عالمياً فالعضوي أعتقد أنه ما يتجاوز خمسة إلى عشر بالمئة من الإنتاج الغذاء العالمي هذا واحد من مبادئكم لا نتخلى عن العضوي ولا ممكن بعد عشر خمسة عشر سنة والله تعدون دراساتكم استراتيجيتكم تقول لي تدريب بلاش عضوي لا لا إحنا محمد يعني أقول لك منتجات نجحنا فيها ومبسوطين من ناحية ربحيتنا فيها وإنتاجنا وإدارتنا فما عندنا أي فكر أنه نتخلى عنها لكن في منتجات لن نفكر فيها ولن ندخل فيها عضوي مثل؟ مثل القمح القمح لا القمح سنواصل لأنه ننتج المملكة تواصلنا تنتج لنتاج القمح النظيف ما حيكون فيها أو في طلب العضوي إلا كميات بسيطة الطماطم اليوم معجون الطماطم إحنا كنا ننتج العضوي واليوم لا ننتج غير العضوي لكن منتج نظيف إحنا نضمن لك بإذن الله نظافة المنتج حتى بعد مرور سنة سنتين من تصنيعه لأنه المادة الخام نظيفة نعم طيب العضوي هو أسمد العضوي ومبيدات عضوية نعم خلينا نقول العيوب فيه أنه إنتاجه أقل بنسبة 30-40% تقريبا هو أقل بحدود العشرين وثلاثين بالمئة ومبيداته غالية ومبيداته أسمدته غالية مقارنة بغير العضوي سعره فالدار نعم طيب كيف قادر تقنع العميل لأنه يشتريه لا اليوم العميل اللي يطلب العضوي عارفه الشيء عارف عارفه الشيء يبيه وعارفه الشيء الثمن اللي رح يدفع يعني اليوم أنا ما أنا ملزوم أو ما ما هو وحدة من من توجهاتي أني أني أقنع محمد أنه يستهلك عضوي المفروض ثقافة محمد أنه يبحث عن الغذاء العضوي فهو يلقى هالمنتج العضوي لكن أنا ما هو دوري أنا أني أروح أقنع محمد بالعضوي بس أنا أقول لك شيء أبو اسام أنتم اليوم مثل شركات الصحية أو شركات الوجبات الصحية مقابل الوجبات السريعة اللي في كل مكان في الشوارع نعم فهل تعانون مثل ما تعاني الشركات حقت الوجبات الصحية لا نعاني احنا أرجع أقول لك أنه نسبة العضوي بالمنتج العام الزراعي هي ما هي كبيرة فإحنا قابلين أنه ننافس في هالنسبة البسيطة يعني اليوم لو الزيت مثلا أو تأخذ زيت الزيتون زيت الزيتون اليوم حجمه بالمملكة محمد حوالي 50-60 مليون لتر العقوة لا يتجاوز لا يتجاوز العشرة بالمية من هال60 مليون فال90 مليون أو حينا نقول 40-50 مليون لتر غير عضوي ولكن منتج نظيف يعني منتج زيت زيتون نظيف الاسم هو عضوي فإحنا بالعكس المنتجات التي نجحنا فيها وخلاص وخفنا على قولتهم الكف الأول والثاني راح نواصل فيه جميل جدا أنتم الآن قلتوا لي قبل شوي أنكم أكبر وأول من جاب المنتجات العضوية في السوق ودنا نسمع رأيكم وتعليقاتكم على موضوع المنتجات العضوية هل هي موجودة على سفرتكم؟ هل تفضلونها؟ هل أنتم من كبار مستهلكينها؟ أو ما حصل لكم فرصة تجربونها ويمكن جربتوها بس ما لاحظتوا فيها الفرق؟ أول من أنتج المنتجات العضوية بسر هل لا تزال اليوم أنتم الأكبر والأفضل والأول؟ نحن نشوف المنتجات السعودية اللي ينتج داخل البلد الوطنية واحدة من أكبر المنتجين للمنتجات العضوية نعم لكن إذا بتتكلم عن استيراد لا من نفسكم بالسوق الزراعي اليوم؟ أعتقد اليوم نادك تنتج زيتون عضوي أو زيت زيتون الجوف ينتجون زيت زيتون عضوي كمنتجين نحن ويام تقريبا اليوم معانا حصة سوقية كويسة كنتاج عضوي للزيتون بس الوطني اليوم واحدة من أكبر مئة شركة سعودية نعم في القطاع الزراعي هل أنتم رقم واحد اثنين ثلاثة خمس لا لا إحنا إذا بتقيسنا يعني مع الشركات الشقيقة الزراعية الجوف نادك الزراعية تابوك لا إحنا في الصفوف الأولى يعني إذا بتقيسها كحجم عاملين إذا بتقيسها كتوتال مبيعات سنوي إذا بتقيها بمشاريع لا إحنا في المراكز الثلاثة الأولى عضن الأرقام حجم الشركة مبيعاتكم فروعكم والله أنا ما بيع يعني ما عندنا شي مخفى لكن إذا بنتكلم عن عام 23 إحنا متوقعين مبيعاتنا تتجاوز الميتين وعشرين ميتين وخمس وعشرين مليون جميل طبعا كل الشركات الزراعية تأثرت مبيعاتها بعد إيقاف العلاف يعني أيام ما كانت العلاف 2018 موجودة كلنا نتكلم إحنا وغيرنا من الشركات حان 400 و 500 مليون مبيعات القطاع الزراعي أو الشركة الزراعية اليوم بعد إيقاف العلاف وانحصار المنتجات اللي تشتغل فيها لأنه مو بكل المنتجات تناسب بياتنا وتناسب أجوائنا وراضينا فاليوم نتكلم إحنا كوطنيا نحدود الميتين وعشرين ميتين وعشرين ميتين وقمس وعشرين يعني إلي تبت تقوله أنت أنه ميتين وعشرين زينة بالنسبة لك شركة زراعية أنا لما قيسها بالبنادك وناحد أبناء نادك الزراعية لما أشوف أرقام الجوف أشوف أرقام تابوك أحنا في موقع جدا متقدم عدد فروعكم؟ والله أحنا خلينا نتكلم عدد مشاريعنا قصدقيا المشاريع عندنا أربع مشاريع عندنا بالجوف اللي هو المشروع الأكبر اللي هو فيه الأنشطة كلها فيه الإقتاج الزراعي فيه الإنتاج الحوالي فيه التصنيع الغذائي عندنا مشاريع القصيم اللي هو متخصصة في إنتاج النخيل والتمور عندنا فوق المئة ألف أو حدود مئة ألف شجرة أو نخلة بالجوف بالقصيم وعندنا مشروع الزراعة المائية للخضار في الخرج ننتج الخيار والطماطم والفلفل الألوان باستخدام أحدث تكنولوجيا اللي هي زراعة المائية الهيدروبونيك وعندنا مشروع نبودي الدواسر قطاع زراعي فقط زراعي هل تملكون المزارع تملكون الأراضي ولا المحصول فقط لا لا نملك الأراضي وأراضينا كلها اللي بالمملكة ملك الشركة بالإضافة للمشاريع عندنا المعارض اللي هي احنا نتميز فيه عن غيرنا من الشركات الزراعية الأخرى احنا عندنا معارضنا اللي نبيع فيها منتجاتنا ونبيع فيها المنتجات الأخرى اللي نستوردها باسمنا أو نعبيها حنا فعندنا حوالي 18 معرض موجودة بالمملكة سبعة منها بالرياض عندنا ثلاثة بالقصيم واحد بحايل واحد بالمدينة واحد بأبها وثلاثة بجدة واحد بالشرقية فحوالي 18 معرض احنا مستغلينا كمنافذ بيع لمنتجاتنا مع المنتجات اللي نستوردها باسمنا هل لا تزال هذه تبيع؟ هل لا تزال فكرة ناجحة أنك أنت شركة تفتح محل كامل فقط لبيع منتجاتك اللي هي جزء أصلاً من الموجود في السوبر ماركت اليوم لو تبتسألني أنا أنا اتحقت بالوطنية من سنتين والمعارضة موجودة لكن لو تبتسألني هل هي مربحة ولا غير مربحة هذا شيء آخر أنا أعتقد أنه الآن كمشاريع جديدة أنك تفتح معارض اللي تبيع فيها منتجاتك غير مربحة ولا نوصي فيها تبدأ تسكر يعني لا مو تسكر أنك الآن تشغلها اليوم بأقل تكلفة ممكنة وأعلى إرادة ممكن وهذا اللي احنا قاعدين نشتغل عليه بالوطنية بالإضافة إلى أنها أصبحت معروفة لعدد كبير من المستهلكين فإحنا قاعدين نوازن فيها إحنا اليوم ما تشكلنا خسارة هي أحد روافد الكاش بالنسبة لنا واحد روافد أو منافذ بيع منتجاتك لكن تبتسألني أنت شخصيا هل هي مجدية أو غير مجدية أنك تستمر مثل هالمجال لشركات أخرى أقول لا غير مجدية أنت تبيع عن طريق الهيبرات وعن طريق الأسواق المنتشرة بالمملكة أحسن لك بكثير أبجيك على المنافذ البيعية عندكم بس المزارع الآن تملكونها من الزراعة للتغليف للبيع كلها تملكوننا وتشغلونها أنتم بس عندنا إدارات مختلفة الشخص المسؤول عن الزراعة ما له علاقة بالتصنيع ولا له علاقة بالتعبية ولا له علاقة بالبيع سعودت هالمهنة كلها وش رأيك به هالواقع الحديث عن سعودت مهنة الزراعة شوف الزراعة إذا بتتكلم عن الزراعة كقطاع زراعي كبير فالمفروض أنك تستبعد فئة العمالة لأنه اليوم أنا من خبرتي بعد السنوات هذه من الصعوبة جدا أنك تحكم على القطاع الزراعي بالسعودة لأنه في جزء كبير من المنظومة هي فئة عمالة عمالة زراعية وهذه المهنة صعبة سعودها لكني استثنيت المهنة عامل أو العامل الزراعي أو العمالة اللي مرتبطة بالإنتاج الحيواني وخط منها وفوق نسبتها جيدة وجاذبة للسعوديين بس كنا قبل نقول صعب أن السعودي يشتغل بمطعم ولا كشير ولا كده اليوم لا فعليا صار فيه إذا طلعنا الفئة هذه فئة العمالة وما في حكمها لا القطاع الزراعي قطاع جاذب والسعودة وفيه السعودة فيه مرتبعة جدا يعني إحنا اليوم عندنا بالوطنية يشكل فوق 17-18 بالمئة سعودة نعم اليوم أنا دخلت الواحد من فروعكم اللي بالعروبة نعم دخلت بأخذ جولة قلت عشان أستوعب شغلة الوطنية قبل لأسولف مع أبو يسامة نعم هالعصرية طبعا دخلت وساكت وقعدت تصور المنتجات على اساس بأسراجع ناظرة قارن أو الأشياء هذه الموظفين عندكم ترى خافوا يحسبونهم مراقبة بلدية جايهم يصوروا ولا بيعطيهم مخالفات ما أعتقد أنه التفتيش عندنا باستمرار أصاصر تفتيش داخلي عندكم لا تفتيش الجهات حكمية نحو نحو طيب عندكم محلاتكم الخاصة عندكم الهايبرات نعم عندكم أسواق السوبر ماركت نعم خلينا نقول لك ماذا تسمونها الميني ماركت ولا اللي هي زي سوبر ماركت بساتين القصين روم نعم في عندك الونلاين وفي عندك الإعاشة أو الجملة أو الضيافة أو قطاع المطاعم أو سميها ما تسميها نعم أباكذا حبة حبة محلاتكم الخاصة اليوم أنت تقول لي مهي بمرة ذاك المجدية لا أنا لو تبتقيسها اليوم كحجم مبيعات المعارض مقارنة بإجمال المبيعات عندنا يتحقق لنا رقم جدا كويس يعني تحقق خلينا ما أبالغ لو قلت فوق 25% من إجمالي إرادات الشركة جاية من مبيعات المعارض فرعك الواحد كم يبيع بسنة حسب الموقع يعني اليوم فرع زي فرع الربوة يبيع شهريا فوق المليون شهريا فرع بريدة يبيع فوق 800-900 شهري نعم وفي معارض لا حسب الموقع حسب زينا زي الهايبرات الأخرى الهايبرات على طري الهايبرات هل بالنسبة لك منفذ مهم ولا تفكر تستغني عنه؟ لا هي لي والغيري من المنتجين للغذاء والمنتجات الغذائية وزراعية هي منافذ مهمة جدا جدا ما اللي قناع عنه اليوم ما شاء الله هذي أحد أحد النعام ربنا علينا وجود هالهايبرات وجود أسواق البيع هذي فلابد هذه هي النهاية اللي تبيع فيها منتجك لابد منها مع أنه يعني ملاحظاتنا وباخذنا عليهم لكن هم ضرورة حتمية وجودها لا مو مزعلينا هم طبعا هم نهاية السلسلة اليوم انت تنتج وتصنع أو ينتي منتجك مصنع في النهاية حتبيعوا في سوق أو في هايبر فهم ضرورة لابد منها ما تقدر تشتغل من الغيره مثلا اي بس انك شكلك محتد عليهم لا 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 هم زملاء واحنا كلنا نكمل السلسلة الي في النهاية أنا خدمك أنت محمد بوجود هالمنتج هل يأخذون عليكم نسب كثيرة؟ لا هي طبعا أنت من حقهم هم لا منهم ما افتحوا ويبيخسروه وكل رجل أعماله وكل شركة شغالة تبتربع وكاد يعني ما هي شغالة بلاش لكن قد يكون كل شركة أو كل سوق له شروطه وله نسبه وهذه يعني متروكة لهم لكن نتفق نختلف وجودهم نعمة والله لهم أنا من بداية الحلقة وحنا ماشيين حلوين أبو يسام لين وصلنا لها الجزئية؟ حسيت عنديك الابتسامة اللي ودي أحفر وراه أدري شاء الله هذا فهل الهايبرات اليوم مربحهم من المنتجات اللي أنتم تتبعونها أكبر من المنتجات الزراعي نفسه؟ يعني أنتم كمنتجين زراعين؟ اليوم محمد مي بالهايبر بس اليوم لو تسأل أي مزارع يقولك المزارع هو أضعف حلقة في الربحية مظلوم؟ أضعف حلقة يعني تلقى الدلال يربح أكثر منه تاجر التجزئ يربح أكثر تاجر الهايبر يربح أكثر طبيعي يعني أنت اليوم المنتج الفلاح المزارع ربحيته مقارنة بالهايبر أو أسواق الجملة أو أسواق التجزئ أو تاجر التجزئ بالتالي ربحية المزارع أقل أقل اليوم أنا مثلا شفت زيت الزيتون أبعطيك رقام مثالية زيت الزيتون العلبة مثلا اللتر ولا أين يكون سعره بالسوبر ماركت ستين سبعين ريال هل الستين هذه كلها تدخل بجيب؟ لا لا لو تدخل بجيبنا محمد كان دبلناك لأرقام عشر مرات هل من اللي يدخل بجيبك من السكين؟ لا هي تختلف حسب انت قوة مفاوضتك لكن هي فيرينج خد معك من العشرة إلى الخمسة عشر إلى العشرين بالمئة رسوم وربحية هل هيبرات ومنافذ البيع هاتم يعني اللي فعليا أنا أشوفه بالسوبر ماركت لكم ولا لغيركم سعره ستين أنا أتصور أنه أساسا سعره خمسة واربعين أربعين بهذا يعني المفروض أنه فيه فعلا فيه عشرين إلى خمسة وعشرين بالمئة ربحية وتكلف المنافذ البيع هذي نعم وشي طبيعي ترى محمد يعني هو ما فتح يبي يخسر ولا فتح يبي يخدمك أنت كمستاهلك بلاش ولا يبي يخدم المنتج بلاش كم خدم أو كم يخدم عندكم هذا القطاع من الحصة الكاملة؟ يعني كم نسبة البيع عن طريق الهايبر ماركت من حصتكم الكاملة؟ تقريباً اليوم ما وصلنا ثلاثين بالمئة من حجم أبيعاتنا قاعدين نبيعه في أسواق التجزع أو الهايبرات لأنه كلها مع المنم ما تجاوز ثلاثين بالمئة لأنه حنا معظم شغلنا الآن بي تو بي يعني بزنس تو بزنس ما بعد يعني جزء بسيط بزنس أو المنتج للعميل النهاي احنا عندنا ثلاث منتجات أربع منتجات هو اللي نصنعها حنا وننتجها للمستهلك النهاي لكن جزء كبير من شغلنا من شركة لشركة أو من مصنع المصنع طيب والأونلاين المنفذ اللي مع العميل مباشر؟ المنفذ اللي نعتقد أن احنا بدايتنا فيه تو نحن يمكن ما أنه فيه أقل من سنة ولكن ما نستهدف فيه أكثر من عشرة بالمئة من إجمال المبيعات يباع عن طريق الأونلاين ليه؟ لا احنا بالنسبة لنا يمكن لازلنا شوية جديدين فيه بس ما احنا معاملين أو معاملين عليه شيء كبير احنا المفروض أن نبيع في منافذ البيع أكثر من الأونلاين الأونلاين فعلا فكرة جديدة وفكرة المفروضة نروح له وله الخطأ فيها بالعكس الخطأ فينا حنا والعلا فينا حنا وقاعدين أكبر يعني لما كنا قبل سنة كنا زيروا اليوم 10% كويسين نطمح أن نوصل النسب أعلى إن شاء الله من خلالنا طبعا حنا من خلال موقعنا حنا أو من خلال شراكاتنا مع الأسماء الأخرى عن طريق مبيعات الأونلاين ممتاز بس وش الفلسفة يعني اليوم الدنيا كلها توجهة أونلاين والكل يبيع أونلاين تطبيقات التوصيل يمكن الآن تربح من المطاعم أكثر من المطاعم زي ما تربح الهايبرات معكم أنتم فالدنيا كلها رايحة أونلاين أنت ليش ما أنتم مأمل كثيرا عن المطاعم؟ تطبيقاتك ما هو جاء عن طريق أونلاين في حاجات بسيطة تأخذها أونلاين طبعا فحنا مأملين أنه نكبر فيها فور شو أو بالتأكيد هيجع علينا وقت إحنا كمنتجين مستهلكين هيكون كل شغلنا عن طريق أونلاين ومبيعات الأونلاين وهذه بالتأكيد واثقين منها فأنتم لأن سلوك المستهلك سلتها كلها يوفرها للهايبر ماركت يعني بدلا ما قدروا أشتري من الوطنيين أحيانا رحمد بعد فكرة أنه أنزل وتمشي وتقضى هي جزء من ذاته متعة نعم متعة نعم فلما تعطيه يا أو أنت قاعد على التليفون يتقضى أحيانا ما يعني يشفي غليله بس اللي عمت زوجين حديثا مثلي ما هي بمتعة لنك تروح تقضى مستهور ماركت توق ما تعود لا أعتقد أنه أنه الأونلاين يعني خيار جيد وحيكون هو المستقبل إن شاء الإعاشة والجملة قطاع الجملة لا إحنا ما بعد دخلنا هذا لأنه نعتبر أنفسنا لازلنا في بداية الإنتاج حجم الإنتاج عندنا للمنتجات الرئيسية ما بعد وصل أن يكون عندنا فائض عن معارضنا وعن الأسواق يطلب أننا نبيعه من خلال شركات الإعاشة وغيره لكن ما حنغفلهم هما جزء المستهدف اللي مبيعاتنا للمستقبل ممتاز وضحتوا الصورة بشكل عام هل تحس أنه أسلوب المستهلك السعودي بمنافذ البيع تغير يعني اللي كان أول يتشترون تقضون أو الأنصر أونلاين اللي يشترون عن طريق الهايبر اللي يشترون عن طريق الميني ماركتس اللي موجودة بالأحياء هل تغير مثلا طريقة التسوق بعد قيادة المرأة؟ طبعا أنا أشوف أنه اليوم وجود الهايبرات غيرت سلوك المستهلك الوجود السوبر ماركت أعتقد أنه اللي حيبقى في السوق إذا أنا ما أنا مخطي حيبقى الهايبرات والسوبر ماركت الميني ماركت والبقالات الصغيرة حتختفي يعني ما أعتقد أنها حتطولها حتختفي حيكون السوبر ماركت والهايبر ماركت لأنه في النهاية هي تسوق وتمشي بالإضافة إلى أنه قرار أو بعد قيادة المرأة أصبح جزء كبير من قرار بالنهاية قرار الشراء بيد المرأة أو ربة البيت فالمرأة بعد ما صار عندها إمكانية القيادة فبالتأكيد لما تطلع تتقضى ما حتتقضى من البقالة حتروح للهايبر أو السوبر ماركت صح نعم نسبة أرباحكم من كل هذه لو تعطينا أفرج نسبة ربحكم أنتم بالمنتج الواحد كم؟ 20-30-40%؟ لا أعتقد أننا لو الأرقام هذه محققة عندنا محمد سنرى الشركات الزراعية هذه تنافس البنوك لا إحنا القطاع الزراعي يا محمد عموما أو المنتج الزراعي عموما أنا أعتقد ومش أعتقد أنا أجزء منهم ما يتجاوز يعني إذا وصل للـ 5-6% صافي الربح يعتبر يعني أرقام جدا ممتازة كصافي ربح هذه نسبة متحفظة يعني أم لا فعليا؟ لا لا فعليا يعني اليوم ولا يبخاف يعني اليوم أنت لو تشوف القوام المالية للشركات تبتعرف كم صافي ربح الشركات الزراعية طيب أنت اليوم تقول أو بداية الحلقة كنت تقول حنا تحتمر رب العالمين المنتج الزراعي ما أنت دائما تتحكم في منتجاته ومخرجاته يعني لو مثلا جاءت سنة شعيب ولا سنة سيول ولا سنة كذب؟ خلاص أنت هالموسم بالنسبة لك خسرانة تمر عليكم سنوات خسرانة طبعا تمر علينا سنوات كثيرة خسرانة ومش خسرانة بمعنى خسرانة يعني مالية أنت تقسر من محصولك هذا لكن يزيد عليك اللود علشان تعوض الخسارة من محصول آخر فبدل ما كنت مثلا مرتاح مع زيت الزيتون وتشتغل وانت مرتاح نتيجة خسارة الطماطم فالمفروض أنك تضاعف جودك بالزيتون لتقطع الطماطم يعني مهنة الزراعة ما هي مهنة ربيع؟ لا لا مهنة بس بقاء وحب وشغف؟ ما هي مهنة بناء ثروة أو رأس مال هذا لا يعني يا محمد أنه ما في مزارعين عملوا بزنس وعملوا ثروات منها بس أخذ من الزراعة وغير البزنس لكن من الزراعة وفيها ما أعتقد أنها مهنة تغري الواحد أنه يدخل فيها كاستثمار كثير ناس يسمعوننا الآن يامنه رواد أعماله ولا يبدأ ولا يفكره ولا مهتم بالقطاع الزراعي لأن كل حلقة عندنا المهتمين في القطاعهم اللي يسمعون الحلقة تقول لي أخذ الزراعة وحولها وش ممكن أحول الزراعك؟ وش الشكل الجديد والبزنس موديل؟ أي رجل أعمال أي واحد عنده توفرت معا سيولا ما هو بضرور أنك تعيدها وتضخها بالقطاع الزراعي مرة ثاني ممكن تستدمرها في مكان ثاني يعني أخذها من الزراعة وحولها في مكان ثاني لكن لا تقول الصناعات تحويلية معينة الصناعات تحويلية موجهية في النهاية منتج زراعي سواء بعته خام أو صناعته لكن اليوم المملكة والله الحمد رايحة زراعية للصناعة الزراعية مهم اليوم بإذن الله مفضل الله علينا أنه جزء كبير أصبح صناعة زراعية اليوم الزيتون بدل ما كان يباع زيت أو زيتون خام اليوم صار يصنع ويعبى ويعبى زيت زيتون الطماطم أصبحت تعبى وتباع معجون المنتجات الزراعية رايحة في طريق الصناعة الزراعية وهذا هو المستقبل للزراع ممتاز أما إذا أنا بنستمر على الزراعة التقليدية كما يزرع أجداد أنا قبل لا هذه حتكون ما هيكون المستقبل الكويس للزراعة طيب بقفلك بعد ذلك القطاع هذا في آخر سؤالين نسبة النمو في القطاع سنويا كم والله أنا أشوف أنا أقيس على الناتجة محمد اليوم لو تشوف الناتج الزراعي أو إجمالي مساهمة الإقطاع الزراعي في الناتج المحلي السعودي اليوم إحنا أقول الله الحمد حسب الأرقام اللي صدرت من الوزارات المعنية ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد نتكلم عن 100 مليار كنا قبل سنوات بسيطة 60 مليار فالقفزة قفزة كبيرة جدا جدت نتيجة نمو القطاع نفسه تطور القطاع التكنولوجيا اللي ادخلت كفاءة الانتاج اللي اتحسنت كل هذه أمور زادت في مساهمة القطاع الزراعي في قطاع نامي وقطاع متحرك وقطاع نشط طيب نسبة الشركات اللي موجودة اليوم بالنسبة للمستقبل في النمو هل السوق لا يزال يحتمل دخول شركات أكثر ولا تشبع شركات زراعية لا شركات زراعية اعتقد ان الموجودة الآن كافية جدا خلينا نقول لزيادة مساهمة القطاع الزراعي يعني اليوم عشان تأسس الشركة من من لا شي او خلينا نقول من عرضية صفر تم تعسسها يشركة زراعية يبيلها سنوات الى ان توصل ما وصلت الشركات الكبرى اليوم اعتقد انه زي ما حصل في قطاع الدواجن او زي ما حصل في قطاع الالبان مو هبضروري انك تأسس شركة الالبان جديدة لكن سهل جدا انه نادك او المراعي او الصافي تزيد كفاءة الانتاج وتزيد انتاجها وتغطي القابلة بالسوق فاعتقد السوق الشركات الموجودة الان اللي بقت من خلينا نقول الشركات الزراعية في التسعينات هي شركات صحية الان تحملت كل الصدمات وكل الظروف الصعبة اللي مرت والان اصبحت ان شاء الله انها قادرة تستمر بسلاسة ان شاء الله للمستقبل ممتاز ننتقل على منتجاتكم الوطنية يمكن المنتج الاشهر عندكم زيت الزيتون ليش زيت الزيتون فقط في الجوف ما استزرعناه في مناطق اخرى ونبغى قصة زيت الزيتون احنا زيت الزيتون او الزيتون عموما زراعته في المملكة هو في شمال الببلكة يعني اليوم ما يمكن اني ازرع الزيتون وانتجه في القصيم او ودد دواسل هو زراعته في شمال المملكة وفي جزء بسيط من الباحة وعسيل وهذه اعتقد انه المنطقة هذه منطقة خط خطين عرض هي المناطق الملائمة في العالم لزرعة الزيتون اللي هي تشمل الجوف والشام والمنطقة تقريبا يعني المنطقة اللي هي خلينا نقول احنا نعتبرها الى حدود تيمة مثلا وصعودا الى بلاد الشام كله وتاخد الشريط هذا معك الى اوروبا مرورا بالتونس والمغرب مرورا بوروبا هذه الدول او المناطق في العالم اللي مشهورة بينتج الزيتون وبالتالي ان تكون اسبانيا هناك هي الوحيدة اللي تنتج زيتون اسبانيا واليونان ايطاليا تركيا تونس هذه الدول جدا منتجة للزيتون ممتاز قصة زيت الزيتون في الجوف الزيت الزيتون انا والله الحمد احد اشخاص اللي واكب بدايات الزيتون في الجوف احنا لما كنا في نادك في انا انضميت مع نادك في 92 93 92 الزيتون كان في منتصف الثمانينات مزروح اواء للثمانينات نادك هي اول من ادخلت الزيتون المكثف للمملكة عام 2006 وبعدها انتشر بالملايين اللي انت تشوف الآن اليوم احنا نتكلم عن عدد اشجار يفوق 30 و35 مليون شجرة زيتون بالمملكة جزء كبير منها من الزراعة المكثفة وهذه زراعة المكثفة تعتمد على المي كان 100% لا تعتمد على عمال ابد عكس زراعة او الزيتون التقليدي اللي يعتمد اعتماد كل على العمال وبالتالي هو محصول مرهق للمزارع فالزيتون ولا الحمد يعني اليوم الثورة اللي صايرة بالمملكة الزيتون يا محمد لكن تتخيل انه زيت الزيتون استلاك بالمملكة عام 2006 كان حوالي يتكلمون عن حوالي 5-6 مليون لتر بالسنة اليوم العام الماضي او العام اللي قبله اذا ما خنتني الذاكرة ارقام مجلس الزيتون العالمي المملكة تتكلم عن حوالي 60 مليون لتر استلاك 30 او 25% منتج محلي والباقي مستورد طبعا هذا زاد بفضل الله بحاجتين زيادة حد السكان زاد الاستلاك واثنين زيادة الوع للمستالك اليوم المستالك صار يبحث عن غضاء صحي وغضاء آمن فصار يدور على زيت الزيتون وغليضاء هال العاملين هذي هي اللي زادت من استلاك الزيت بالمنبك قبل 20 سنة قبل 2006 تقريبا ما كان في المحلي بكثافة لا لا ما فيه واستلاك البلد او استلاك الفرد ما يتجاوز حوالي اقل من 200 ملي او 100 ملي بالسنة للفرد زيت زيتون انت من الرجالات اللي دخلوا تقريبا الزيت المكثف احنا نادك هي نادك اول من ادخل زراعة الزيتون المكثف وانا احد هؤلاء الرجال اللي يبنوا وش فرق المكثف عن التقليدي هي تختلف اختلاف تام يعني اليوم المكثف لا يعتمد على العمال كله ميكنة التقليدي يعتمد على العمال وادارته كلها بالعمال والعمال اليوم مكلفين ولا هم متوفرين فالزراعة اي نوع من الزراعة اذا ما راح للميكنة والاعتماد على الميكنة سيخسر اي عمل زراعي يعتمد على العمال حيكون مكلف ومخص فالزيتون المكثف هذا دخلت المملكة دخلت فيه عام 2006 من خلال نادك نادك اول من جلبت التقنية هذه وانتشر من 2006 الى اليوم عن طريق نادك اليوم نادك والوطنية نملك احنا في الوطنية ملايين الاشجار ما نحتاج عمالها احنا كلها تدرب بالميكن وهذا اللي خفف علينا التكاليف وخلّى ادارتها سهلة لكن لو تبتروح للشام الآن وتبتشوف الأشجار الزيتون التقليدية عندهم صعوبة جدا في الحصاد في ادارة المحصول في تقليم الأشجار احنا بالنسبة لنا ما نعاني لأمور هذه تماما كيف ارتفعت الجودة؟ يعني كيف زراعة الزيتون عندنا في السعودية ارفعت الجودة حتى عند المستهلك؟ نفس اللي صار في الألبان نفس اللي صار بزيت الزيتون او صار في زيت زيتون احنا والله الحمد اليوم قاعدين نتطور كإنتاج مقابل الإنتاج او يمشي مع الإنتاج تطور الجودة تطور الجهات الرقابية الحكومية تطور المواصفات والمقاييس كلها ما شاء مع بعض والله الحمد في النهاية وصلنا الى انه منتج وطني فخم من ناحية الجودة وسلامة الغداء يقولون لك 15 سنة ما تأكل من زيت برا من أكل أكل خارجي في زيت لا انا ما استعمل الى زيت زيتون اعا انا بالنسبة لي طبعا الزيوت المهدرجة هذه بالنسبة لي محرب اولا يمكن اني اني اتكلم عنها او اني اشتريها لكن لو تبتقي زيت الزيتون اليوم بالزيوت النباتي الاخرى لا انا عنصريا اتعصف للزيتون وغذائيا انا مع زيت الزيتون لكن لواجهتني مشكلة محمد بالزيت الزيتون مع بناتي الله يصلح انا تخيل يعني عشرين سنة وانا زيت نادك 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 وفجأة بعد ما تحولت الوطنية ابيغير ميولهم من نادك الوطنية الصعوبة هذه لازلت انا عندي اصرار اني يحولهم للوطنية وراح انجح بإذن الله جزء منهم انا اصبح معي الآن ويستهلك زيت زيتون الوطنية وجزء منهم لا زال موالي النادك وهذا انا شغال علينا ان شاء الله اني احولهم كلهم ان شاء الله لزيت حرب علامات تجارية داخل المطبخ نعم نعم وانا قادر بإذن الله اني ااخدهم معي النادك ان شاء الله الوطنية فيهم الخير والبركة طيب الآن الزيتون وزراعته يتطلب فيما يتعلق بالانظمة السقايا يتعلق بالشهادات الدولية اللي تحصلون عليها كيف تضمنون انه ما في هدر فيما يتعلق بالماء وكيف تضمنون انه الجودة عالية من ناحية المقاييس الدولية حنجو محمد اليوم الري في الزراعة احنا سابقا كان تكلفة الري في الانتاج الزراعي تتكلم عن حدود 40% اليوم بعد زيادة سعار الوقود وبعد زيادة تكاليف المدخلات الري ارتفع تكلفة الري اعتقد انها وصلت 55% من تكلفة المنتج ري فما اعتقد انه واحد يعي انه عنده 55% من تكلفة المنتج ري ويهمل في الري او يهدر في الري هذا واحد اثنين احنا شغالين مهندسين احنا دارسين الزراعة دراسة وهندسة فهي حساب كم احتياج الشجرة وكيف قاعد تعطيها احتياجاتها بالملي باليوم لانه اي زيادة يتسبب ضرر وهدر واي نقص يسبب ضرر على الاشجار فهي مقاسة بالضبط ما بي اقول لك انه تقاس مليمتر للتربة يومي يعني في نهاية السنة انا مستهدف اعطي النخلة مثلا من 60 الى 80 الى 90 متر مكعب ماء لا اقدر اعطيها اقل ولا اقدر اعطيها زود انعطيتها اقل ضرت النخلة وانعطيتها زود صار فيها هدها فكل مقاسة محمد لانه في نهاية اليوم هو تكلف هو فلوس تستفيدون من المياه الجوفية عندكم هناك؟ كلها السوقية عندنا كلها بار جوفية طبعا طيب وانظمة الالواح الشمسية تستفيدون منها في المكنانة؟ الالواح الشمسية محمد هي عبارة عن احد مصادر الطاقة اليوم احنا الطاقة في القطاع الزراعي هي ثلاث أشكال يا انك تعتمد على الديزل والمكايل وهذا جزء كبير من المزارعين اليوم لا انك تعتمد على شركة الكهرباء في تشغيل روس الكهرباء العبار لا انك تعتمد على الطاقة الشمسية والسولر احنا في الوطنية عندنا طاقة شمسية الآن نتكلم عن حوالي ممكن ثلاثة ثلاثة ونص ميجا انتاج طاقة شمسية موجودة بالجوف بالاضافة الى عندنا مولداتنا حن الكهربائية بالاضافة الى انه ما شاء الله شركة الكهرباء الآن بدأت تدخل في منطقة بسيطة لتزويد المزارعين او توفير الكهرباء للمزارعين احنا نفضل طبعا الكهرباء او الطاقة الشمسية لان طاقة اقل من الفيول الآن او الديزل او الوقود الثقيل وانضف للبيئة عشان بقفل موضوع الزيت الزيتون انتم الان في الوطنية كم تنتجون تقريبا من السوق اهلا من السوق احنا انتاجنا بنتكلم بحدود المليونين اليوم مليونين مليونين حاجة ان شاء الله هدفنا نوصل الى خمسة وستة مليون قريبا ان شاء الله تعليقك على الزيوت المهدرجة المستخدمة سواء في المطاعم في البيوت تباع في المحلات انا احس ان المسألة بالنسبة لك رسالية شخصية لا اشوف الزيوت المهدرجة منعت بالمملكة واعتقد انه هيئة الغذاء والدواء صارمة في منعها وتتابع تنفيذ المنع بصرامة واعتقد انه في تواريخ معينة ليقافها تماما 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 الزيوت المهدرجة فالزيوت المهدرجة طلعها من حساب او طلعها من السلاك في المملكة قريبا اذا ما كانت طلعت العام او السنة هذه حتطلع وذن سنتين حتكون طالح ان شاء الله فهذا زيوت المهدرجة اليوم نتكلم عن زيوت نباتية موجودة بالسود انا بالنسبة لي اؤمن انه زيت الزيتون احد افضل ثلاثة اربعة زيوت نباتية موجودة فمدام انه موجود ومنتج محلي وصحي انا من المؤيدين له انت يوم الايام كنت تقول وجود هيئة الغذاء والدواء يا هالجيل بالنسبة لكم نعمة انتم ما حسبتم حسابها انا لازلت اقولها وراح اقولها لانه احد افضل الله علينا وربنا علينا والله الحمد وجود هيئة الغذاء والدواء اليوم انا وياك كمستالكين محمد واثقين باذن الله انه كل منتج غذائي او صحي دوائي موجود على الرف او يباع لنا نؤمن لوجود هيئة الغذاء والدواء وجود هيئة الغذاء والدواء هي جهة رقابية تشرع للمستورد ولمصنع ضوابط معينة فانا مطمئن مدام وراي هيئة الغذاء والدواء في تطبيق شروطها ومعاييرها انا مطمئن لانه كل غذائنا ودوانا بالمملكة امن وصحي باذن الله انتقل منتج ثاني البطاطس وش الفرق بين بطاطس الشبس والقلي احنا في الوطنية راح ندخل باذن الله سوق البطاطس قريبا كنا فيه سابقا وطلعنا منه من سنوات ولكن انا كوني احد ابناء نادك نادك هي من اسس زراعة وانتاج البطاطس الشبس مع شركة بيبسك العالمية في التسعينات في شبس ليز شبس ليز نعم في اول ما بدت ليز دخلت المملكة بيبسك ودخلت عام 96 بشركاتها مع شركة نادك اليوم ما شاء الله بيبسكوا او ليز عوالي 80-90% من سوق الشبس معها فانت كمستارك محمد تشوف البطاطس بطاطس لكن احنا زراعيين بطاطس المائدة يختلف عن الشبس يختلف عن الاصابع كل نوع من البطاطس او كل نوعية من هالبطاطس لها بطاطس مختلفة عن البطاطس الاخرى شلون انت كمستارك ما تعرفها اللي يعرفها الزراعي او المتخصص فما اللي يصلح للقلي الشبس ما يصلح للاصابع ما يصلح للطبخ كل واحدة لها نوعية معينة او صنف معين للبطاطس وموجود بالاسواق تشوف هذا مكتوب علي للقلي هذا الطبخ هذا الشبس هذا الأصابع كده ليش شركات الشبس قاعدين يكثرون من المنكيهات يعطونك مثلا بالفلفل ومدريش وبلخل هذي اعتقد انه شب هذي شغل ماركتنج وتسويق وبحث تطويل يعني لا بد انك تلقى الشبس أصفر وشبس بالكتشاب وشبس بالنكهات وغيره ولكن انا اشوف الحقيقة ما شفتها بالمملك هنا بس شفتها في بلدان عديدة برا احيانا شركات الشبس هذي احد وسائل انها تغطي على العيوب البطاطس انها تروح تشتغلها او تعاملها بالكتشاب او تعاملها بالملكهات انا اعتقد ان الشبس اللي بياكل شبس شبس هو الشبس الصافي الاصفر اللي ما معه اي اضافة او ما معه اي ملونات نعم كبشوية تقول ليز مستفيدين من المواد الخام من الذرة وكذا اللي موجود عند نادك لا انا اقول لك ليز بدت شراكتها مع نادك في 96 في البطاطس في اوال الفين بدت شراكة جديدة ما بين ليز ونادك عن طريق الدريتوس الدرة الدرة كانت منتج دريتوس اللي الان تبيعه ليز كانت الشراكة بين نادك وبين ليز اعلى يعني ممتاز حدود عشر سنوات ممتاز بسأل انا عن شراكة الشركات المحلية وثقة الشركات الاجنبية بالمنتج اللي موجود عندنا المحصول الزراعي عندنا هل هو واصل مرحلة انه هو الاجود من بين كل المنتجات العالمية انا امدح المنتج السعودي لكن انا اعتقد وجازم وانا متأكد من المعلومة هذه زملانا موظفين بيبسكو في المملكة اللي هم شركة ليز مرت عليهم سنوات اخذوا هم افضل منتج بطاطس شبس بيبسكو على مستوى العالم نتيجة انه الروماتريال او المادة الخام البطاطس اللي جاي من المزارع السعودي من الشركة السعودية درجة اولة فانا انا واثق من المعلومة هذه في سنة من السنين او سنتين بيبسكو بالمملكة تفوقت على منتج الشبس على مستوى الشبس او بيبسكو بالعالم حلو حلو ننتقل لمنتج الطماطم الان نعم عندكم الطماطم تصنيعي وفيه الطماط المائدة اتوقع احنا عندنا طبعا زي ما قلتك الزراعة الهايدروبونيك احنا ننتج الطماط بالخرج طماط الفرش طماط الصلاة وطماط الأكل فيه الطماط التصنيع اللي هو طماط الكتشب والطماط المعجون طماط اخر غير طماط المائدة غير اللي موجود بالصلاة هذا اللي حنا الآن نعتبر المنتجين الوحيدين بالمملكة والوطنية المنتج الطماطم التصنيع احنا نزرع الطماطم ولكن نزرعه ليس للاستلاك المباشر نزرعه للتصنيع احنا نزرعه ونصنعه بمركزات ونبيعه على شركات المعجون وشركات الكاتشب العديدة بالمملكة يمكن عندك 15 اسم قوي بالمملكة من معجون الطماطم اخذنا السنة هذه جزء من منتجنا وبدأنا نعبي احنا في منتج معجون الطماطم كمنتج نهائي سلصات معجون يسميه احنا المعجون او الكاتشب طيب انتم الوحيدين الان اللي تسعونها الشيء بالسعودية الوحيدين لا الوحيدين اللي ننتج مركز الطماطم بالمملكة ليه انتم الوحيدين احنا الوحيدين اللي استثمرنا فيه من يمكن احد ميزات الوطنية استثمرت في اقطاع الطماطم التصنيعي من التسعينات انشأت مصانع وعملت منية تحتية ضخمة للطماطم التصنيعي للزراح اليوم اعتقد اي شركة هتدخل تنافسنا بهال منتج حيكون عليهم عبء كبير انهم حيصرفون مئات الملايين عساس يصلون للمستوى اللي احنا واصلينه اليوم في الوطني لانتاج الطماطم التصنيعي ممتاز هذا المنتج صنع في السعودية على دوتهم نعم صحيح هل ساعدتكم فيه الجهات وزارة صناعة يعني بخصوص منتج صناعة سعودية طبعا وزارة صناعة وزارة التجارة لهم دور كبير في تطوير المنتج الزراعي السعودي مع الشركات المنتج له يعني واحدة من الميزات اللي جتنا الان كمنتجين المحتوى المحلي المحتوى المحلي اليوم ساعدنا كثير ان ننطور المنتج الزراعي ونخليه منتج زراعي صناعي اليوم احنا بننتج المركز وبنبيع على شركات معجون الطماطم المنتشرة بالمملكة وهذه فيها نسبة او ميزة لهم هم شراءهم المنتج المحلي عن طريق المحتوى المحلي يعطيهم ميزة نسبية مع الوزارات المعنية وزارة الصناعة او وزارة التجارة ممتاز ننتقل الى منتج حليب الابل انتم اول من ادخل حليب الابل للسوق صحيح احنا الوطنية هي تعتبر اول من انتج حليب الخلفات بالمملكة ولازلنا احنا واحد من اربع خمسة اسماق قوية في حليب الابل بالمملكة شلون ومتى بدت؟ والله اعتقد انها بدت رسميا بدت في منتصب التسعينات ولازلنا فيها الى الان هي مشكلة حليب الابل انه قلة انتاج الخلفة او الناقل للحليب اليوم اذا بتقارنها محمد نسبة وتناسبة على ابقار الابقار يتكلمون عن افرجة 40 و 45 لتر للراس يومي الابل باقصى ما وصلنا له بصنة من 6 الى 8 لتر باليوم وصعب انك اظن تقولوا بيدوي ولا عسيرة يمكن هي العرف اللي عند المربين وعند اهل البل ان الحلاب هي دوية اليوم الوطنية استطعنا ان نشغل المحلب الالي لحلابة الابل ولكن لابد من وجود ابنها معها يعني الخلفة لازم يكون معها حوارها ومعها ولدها على اساس عملية الادرار لكن الحل بالي انتم هذا بالنسبة لكم منتج يعني ما هو مشتق من كافة منتجات الاخرى يعني مثلا الرؤوس الاغنام اللي موجودة عندكم اليوم حاطين تم قسم للحوم وغيرها وغيرها مثلا لبن الاغنام وغيرها لكن ابن يعني انتم شارين رؤوس كثيرها الابل وقاعدين تحلبونا عشان تبعونا هذا المنتج يعني خط انتاج منفصل تماما خط انتاج منفصل ولكن اللي يقول لك انه عنده عائقين او عنده مشكلتين قلة انتاج الابل او الخلفات للحليب يومي هذا عائق كبير اثنين فترة جفاف الناقة او الخلفة للحليب بعد التلقيع فترة طويلة فهذه تستهلك او تستغرق حوالي سنة الخلفة فيها جافة تماما من الحليب عكس الابقار الابقار وهي حامل تستطيع حلاباتها 300 يوم تتوقف حلابات حوالي 60 يوم في السنة فهذه المشكلتين هي اكبر عائق لتطور حليب الخلفات بالمملكة وازدياد انتاجه ولبن الاغنام كيف الاقبال عليه؟ جدا هو مش اغنام هو الماعز احنا بناخد المنتج الرئيسي وحليب الماعز نضيف عليه حليب الاغنام من النعيمي لتصنيع منتجات معينة اللي هي الزبادي مثلا لانه حليب الاغنام حليب الماعز ما يصلح انك تصنع منه زبادي او جودة تكون اقل لو خلط معه حليب النعيم او غنم النعيم هتحصل على منتج زبادي رائع زي الموجود بالوطني لكن المنتج الحليب الاساسا واللبن هو من الماعز طيب اليوم في دخول كبير من شركة نوك من صندوق استثمارات العامة كيف تقرأ التوجه لهذا السوق؟ كيف تقرأ مستقبل الشركة بحكم انك انت عارف بيروغطاء؟ انا من الناس اللي سبق صرحت ولازلت ويلى الان عند رأيي انه دخول شركة سواني او منتج نوك في حليب او منتج الحليب الخلفات هيكون ايجابي جدا 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 من عدة نواحي هيشجع الاستثمار في البزنس هذا وحيشجع منتجين كثار انهم يدخلون اثنين اليوم لا زال اليوم ربي الابل يستعيب انه يبيع الحليب محمد عيب عند راعي الناقة الآن وراعي الخلفة انه يبيع حليب اعتقد في القريب العاجل مع ازدياد هالشركات المنتجة للحليب يعني عادة او استعياب المربي انه يبيع الحليب هتختفي هيكون بالنسبة له بيزنس هيكون زيه زي الابقار انا اعتقد انه كلامي هذا ما حيلوق له ملعان لكن مستقبلا في ظل سنتين ثلاث اربع هيكون مجدل مربي الابل انه يبيع الحليب مقابل يعني انه مردود جيد يغطي تكاليف ويربح والشركات الحليب هذه او المنتج الحليب الخلفات يزيد انتاجها متاز كنتم تنتجون علاف وقمح؟ كنا ننتجي علاف وقمح نعم ليه وقفتو؟ اليوم احنا العلاف طبعا هذا بناء على قرار مجلس الوزراء اللي يقاف العلاف الخضرة في نهاية عام 18 ميلادي احنا وحدة من الشركات اللي نفذ علينا القرار والتزمنا بالقرار والقمح احنا الشركات الزراعية ما عندها كوتة من الصوامع الى الان او من هيئة عامة للامر الغذائي او هيئة عامة للصوامع لكوتة القمح فاحنا لا نزرع قمح الان للصوامع احنا نزرع من خلال الزراعة التعاقدية وهذه احد توجهات وزارة الزراعة لزيادة الاكتفاء من القمح شو زراعة التعاقدية؟ زراعة التعاقدية للقمح مع المزارعين احنا محمد عنده رخصة قمح او شعادة قمح ولا يستطيع يزرع لأي سبب من الاسباب احنا نزرع مكانه ونؤدي الدور مع بعض ليصال الكمية هذه للصوامع متاس عندكم 200 الف شجرات لوز اتوقع تغريب هناك منتج اللوز انتم ليش دخلته؟ والله احنا دخلناه كونه جزء من استثمارات الفاكة المتساقطة اللي هي اخت الخوخ والمشمش والبرقوق هو اللوز حبينا طبعا زرع بطريقة جدا حديثة بالزراعة المكثفة الزراعة مية بزراعة تقليدية اليوم هو زراعة يمكن الهكتار في حوالي 2000 شجرة في الزراعة التقليدية السابقة كان حوالي 200-250 شجرة اليوم 2000 ويحصد بالميكنة ولكن لازمنا في البدايات عندنا منافسة كبيرة بالسوق المحلي من المستورد اذا بتقارننا بالامريكي احنا لازمنا في البدايات لكن سايرين على الطريق انه ان شاء الله حيكون لنا منتج فاخر من اللوز احنا عندنا منتج الآن ولكن في الامل انه نزيد جودته ونزيد كميته ان شاء الله تصرون افضل من اللوز الامريكي يعني؟ لا احنا ما نقول افضل لكن حنكون منافس له بالتأكيد وينتبعون اللوز؟ احنا اللوز احنا كميته بسيطة اللي عندنا يتكلم عن حوالي 40-30 طن سنوي بس يعني كمية بسيطة نبيع بمعارضنا نبيع بمنتج خاص ونبيعه بمعارض الوطنية يعني ما عندنا الحجم اللي يخوننا نروح ندخل فيه الاسواق او نبيعه في هاي برات فكله محصور فيه معارضنا بس وما توردون مثلا شركات المكسرات او غير وما توردون مثل هاي برات ياخذون عليكم ها مش ربح عالي قدام مستهلك والله انا قلتك ما حد مشتغل اللي يدور ربح من حقهم طيب العصائر خلاني بكون صادق معك انا شفي عندكم عصير تفاح عضوي والعنب وغالي يعني غالي موب زي مثلا والله المراعي ولا نادك بريالين ثلاثة عندكم باربعة خمسة ريال انا السؤالي اللي انا ما كنت شفت احد يسولف او يطري او يقول انا رايح اشتري من الوطنية فيه لبن عصير تفاح عضوي جايز لي هل علي قبال فعلا لا شوف احنا التفاح والعنب لم يوجد في الوطنية لانتاج العصير التفاح والعنب العصير الان وجد في الوطنية لحل مشكلة التفاح وعنب مزروعة اليوم احنا الوطنية فيها زراعة تفاح وفيها زراعة عنب عشان نزل التفاح والعنب للسوق كفاكة هيكون فيها المنافسة شرسة وبالتالي الإرادات هتكون أقل من إحنا وش مخططين عليه أو بانين عليه فأحد الطرق أنه نزيد إراداتنا من المنتجين هذه صنعناها عصائر وبدأنا ننتج عصير عنب وعصير تفاح عضوي من الأشجار المنتجة الآن عندها ولكن لم يزرع بغرض إنتاج العصير نعم فهي كميات بسيطة يعني مش كبيرة وتباع معرضنا فقط يمكن أنتم سلة منتجاتكم اللي موجودة هي استثمار للموجود وليس يعني خلينا أقول لك بناء على دراسة سوق موجود لا لا بناء على دراسة سوق يا محمد بس إحنا اليوم جايين من زراعة التسعينات إحنا عندنا خطة خمسية كل خمس سنوات تعيد عمل الخطة وتعيد دراسة إنتش قادر تسوي للمستقبل اليوم لو تقارن زراعاتنا اليوم في 2020 و 2023 غير زراعاتنا في التسعينات فأرشور أنه بالتأكيد هتكون هي غير الزراعات اللي هتجي بعد خمس وست سنين فهذه طبيعة الحياة أنت عندك خطة خمسية تمشي عليها ما يمكن أنك تلتز بمحصول معين عشرين ثلاثين سنة حيطرع عليك تطورات جديدة ميكانة جديدة محاصيل جديدة إنتاج جديد إدارة جديدة فلازم أنت تكون تتغير حسب المعطيات الجديدة اليوم أنا قلت لك إياها أكثر من مرة اليوم التوجه أن الروح صناعة زراعية أكثر من أن الروح منتج زراعي يزرع ويعبب كرتون ويباع يعني اليوم في مصر منتج عندهم البصل يا محمد مجفف ومجمد إحنا اليوم إلى اليوم لازال البصل بالمملكة خمسة وتسعين بالمئة بصل فرش تزراعوا تعبب كيس ودي الهايبر يشترونه ووديون البيت المستقبل يقول لا المستقبل يقول أنه أخذ البصل هذا وصنعه بطريقتين يا أجففه يا أبيعه مجمد بحيث أنه محمد يجي أخذه على حسب الكميل يبي عشرة عشرين مئة جرام مئتين جرام يأخذها يا مجمد يا مصنع أو مجمد أو مجفف بس ما يأخذها بصل 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 زي البصل الفرش هذا هو لما تشوفنا بعد أربع خمس سنين ننتج بصل مجفف أو مجمد ما تلونه بالعكس هذا أحد خطط المواكبة والخطط الخمسية اللي نعملها كل كل فترة كل خمس سنوات وش فيه منتجات مستقبل والله أنا أعتقد أنه اليوم زيت الزيتون راح نتوسع فيه حندخل فيه منتجات إحنا وغيرنا زيت الزيتون بالنكهات حتشوفه بالخل حتشوفه بنكهات أخرى معجون الطماطم حندخل فيه ونتوسع فيه حنروح فيه مع المعجون مع الكتشب البصل زي ما قلتك إحنا وغيرنا لازم نفكر أنه ندخل فيه مجمد وجاف الفاكهة لازم ندخل فيها وأشوف أنا يمكن سمعت شركة تبوك الأسبوع الماضي أو اللي قبله ووقعت حقد مع الصندوق الزراعي زراعي وصندوق تنمي زراعي للقرد للاستثمار بالأشجار أو الفواكهة المتساقطة كل هذه البطاطس راح نتوسع فيه إحنا وغيرنا للثلاث أصناف للماعدة والأصابع والشبس كل هذه مشاريع واحد للإنتاج الزراعي الإنتاج الحيواني واللحم الحمرة سواء من الأغنام أو الأبقار أو الجمال كل هذه البلد لازال بحاجة أنه نزيد الاكتفاء الذاتي من منتجات اللحم الحمرة من نتجات الخضار فهذه كلها مستقبل واعد لنا إن شاء الله والغيرنا من الشركات الزراعية طبعا أنتم ما شاء الله أنا اليوم الصبح أقول لك يوم رحت المحل لكم ما شاء الله فيه كل ما لذا طبعا فيه المستورد وفيه من عندكم في عندكم الشفان في عندكم عسل في عندكم طبعا زيت الزيتون ما يحتاج في عندكم رز جايبينه من باكستان ومعلبينه مغلفينه في عندكم المتجات المستوردة من غيركم في عندكم ركن أو جناح لزاد في عندكم خضار وفواكه وفي عندكم ملحمة وفي عندكم حطب فجأة كذا حطب في محل خضار خلينا نقوله محل زيت زيتون أنا جوابك قبل شوية لما كنا نتكلم عن عصير التفاح يعلمني ليش أنتم جايبين الحطب هنا صحيح؟ ودنا نسمع قصة الحطب الحطب أنا يمكن أقول لك سالفة يمكن هي سالفة يعني أحيانا تكون الشيخ سليمان في التسعينات خلينا نقول في الواحد تسعين في التسعين لما كان مصر على زراعة الفاكهة أنا سمعتها من الزمل الخوخ والمشمش فكان يقولوله يا شيخ أنه ما هي مجدية يعني اقتصادية لما تقيس انتاج الشجرة بيرادها ما هو مجدية فقال كل ما لا زالت تردد إلى الآن أنه خلها بعد عمر عشرين خمس وعشرين سنة تأخذها حطب وتبيعها تجيب لك جزء كبير من مصاريفها هذا تحقق الآن اليوم عندنا جزء كبير من أسجار الخوخ والمشمش انتهى عمرها الانتاجي الاقتصادي يعني بدأ انتاجها يقل إذا انتاجها قل يا محمد عن مستوى معين من كيلو قرام للشجرة من الخطأ زراعيين وماليين انك تستمر فيها الآن من تاجها تدهور عمرها كبر خلاص وانس انها وصلت خمس وعشرين سنة المفروض تتخلص منها فحنا جاب الله لنا مئات الألاف من الأسجار اللي كانت زراعات الشيخ اللي تقول عمره في التسعينات احنا ناكل ثمارها الآن باردا برد مجرد ان الأسجار هذه نشفت أخذنا تصريح من الجال الحكومية المخولة وعندنا تصريح رسمي وبدأنا نقصص الأسجار هذه ونعبيها وننزلها من منتج ينافس الأنواع الأحطاب اللي مستوردة من خارج المملكة أنا توني بقولك متلبسين بقضية حطب محلي شكلكم لا احنا عندنا ترخيص من جامعية الحكومية المعنية التابعة لوزارة الزراعة والترخيص يجدد سنوي وعندنا الكيس يتلائم مع البيئة وكل أمورنا نظامية فقط أنه هنزاح وحناخد جزء من سوق الحطب اللي كله مستور بتزحمون ودي حلفة ضيفنا في حلقة سابقة والله يشوف احنا وياهم بنكمل بعض أن نوفر لك الحطب اللي تبي بأقل تكلفة وبأحسن جو إن شاء الله بإذن الله طيب خلصنا الآن من الحطب أنا ودي أسأل صراحة كم سكيو موجود عندكم كم فرد منتج أعتقد أننا نتكلم عن حوالي بحدود الخمسة منتج حدود الخمسة أقل من عشر قلباً من خمسة وأكثر بكتير كمنتج وطنية منتج للوطنية تبع الوطنية إنتاج الوطنية أما المنتجات المستوردة لا نتكلم عن حدود ستين سبعين سكيو موجودة الآن بمعرضنا لكن إنتاجنا احنا مشاريعنا نتكلم عن أقل من 20 سكيو وفي عندكم استراتيجية واضحة إلى وش المنتج اللي نبيعه وش المنتج اللي بنطلعه وش المنتج اللي بنبتكره وش المنتج اللي بنطلعه لأنه جانا شعور قبل شوية من تنوع سلة الوطنية الزراعية أنه وش الشي اللي نقدر نبيعه وش الشي اللي نقدر عليه يلا خلونا نعيد استثماره ونبيعه كل شي موجود عندنا في المزرعة بنبيعه بهذه الطريقة يعني يعني اليوم احنا المنتجات اللي قاعدين ننتجها بالمملكة مبنية على دراسة سوق للعشرين وخمسة وعشرين سنة قادمة وعارفين كيف هيكون فيه يعني زيت الزيتون اليوم ما فيه إنسان يشك أنه حجم الاستهلاك اللي واصل ستين مليون والمنتج المحلي لا يجاوز خمسة وعشرين ثلاثين بالمئة منه أنه عندك فرصة أنك تنمو بالسوق هذا هذا سوق واعد المنتج معجون الطماطم اليوم المملكة تستورد بحدود الخمسين ستين ألف طن مركزات طماطم كل سنة كون الوطنية تنتج عشرة خمسة عشر ألف طن من هالإنتاج هذه بالنسبة لنا فيها فرصة للتوسع لاسيما أنه حنا زراعة الطماطم عندنا على الريب التنقيض اللي هو ادرب الرجيشي فيها توفير ريب بحدود الخمسة ثلاثين بالمئة وهذا توفير مياه ومخزون مياه وفيها تقليل تكلفها فمواكبين التكنولوجيا من ناحية الرأي ومن ناحية الانتاج فيه مستقبل واعد في معجون الطماطم والمركزات زيت الزيتون كل هذه البطاطس وزيادة الانتاج والاستهلاك المحلي كل هذه محاصيل تعطيك للمنتج الزراعي اطمئنان للعشر والخمسة عشر سنة قادمة حيكون مستقبلها واضح ولا يقبل الشك لو جمعنا أشجاركم كلها اللي موجودة عندكم والمساحات الزراعية قد دعونا مد النظر كم تقريبا عندكم من شجراء كم المساحات لا احنا اليوم أبشرك انو حنا الوطنية من الشركات اللي تحولنا من الزراعة التقليدية للزراعة المكثب اليوم محمد احنا في الوطنية نزرع الزيتون بمساحة تقارب عشرة بالمية مما كان يزرع في الثمانينات وفي التسعينات نعم اليوم الزراعة المكثبة الزيتون كله والله الحمد من معظم الزيتون المنتشر بالمملكة الآن زراعة مكثبة فبالتالي الزراعة المكثبة يعني استغلال وحدة المساحة أنا وياك عندنا هكتار زراعي في نهاية اليوم كم هيجينا إيراد منه ومتى الزراعة التقليدية للزيتون هيجيك يبدأ إيراده التجاري بعد عشرين سنة واعداده قليلة الانتاج الزيتون المكثب إيراده يبدأ بالسنة الخامسة وعدد الأشجار في وحدة المساحة أسوأ طب كم شجرة في مزارعكم كلها من كل الأصناف وكل الأنواع نتكلم عن حوالي حوالي أعلى من أربعة أربعة ونصف مليون ما بين زيتون وفاكة ونعتبرها كلها أشجار بسيطة لأنها زي ما قلت لك تزرع في عشرة بالمية من مساحات الزراعة التقليدية مكثفين طيب مستقبل القطاع وبما فيها شركتكم للأمانة لما تشوف الشركات الزراعية المتجات الزراعية المتجات الألبان ما فيها تجديد وابتكار في الباكيجينج ويمكن لو انتقلنا المجال التمور وتصحح لي إذا كانت كلمتي ما هي بصحية دقيقة التمور اليوم تنتج وتغلف وتباع بنفس الطريقة اللي كان أبائنا وأجدادنا يبعوننا لا تمور كلمتك صحية أما في الألبان ومنتجات الألبان والعصائر لا إحنا اليوم ننافس الدول الغربية والدول الأوروبية اللي تنتج الحليب ومشتقات والعصائر إحنا بننافسهم في الباكيجينج والمنتجات الزراعية برضه المنتجات الزراعية اليوم إحنا كل المنتجات اللي عندنا الزراعية باستثناء التمور إحنا بنواكب ومنتجاتنا باكيجينج حلو وشغالين فيها كويس وبنواكب السوق التمور قد أتفق معاك أنه فعلا فيها قصور بالناحية الآن منتجاتنا الزراعية زي ما ذكرت أنت قبل شوي أنه جودتها عالية ممكن يستفاد من المواد الخام السؤال الأهم اليوم ليش ما نصدر منتجاتنا ومحاصلنا الزراعية الخارج ماذا لو صدرناها؟ شوف المنتج الزراعي أو المنتج السعودي سمعته خارج البلد مئة بمئة كجودة اليوم لما تشوف كل الدول الخليجية والدول العربية المحيطة بنا سمعت المنتج السعودي والطلب على المنتج السعودي طلب عالي لثقتهم بجودة الإنتاج طيب في منتجات محمد بالإمكان أنه نصدرها وبالإمكان أنه تعود علينا بأثر إيجابي بزيادة مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي وفي منتجات أنا ما أنا مؤيد يعني المنتجات الحبوب المنتجات الأعلاف المنتجات اللي تستنزف مياه وكمياتها قليلة أنا أعتقد أنه عدم تصديرها أولا لكن المنتجات زي منتجات الألبان منتجات زي منتجات الدواجن إذا فيها مجال منتجات زي منتج زيت الزيتون اليوم زيت الزيتون إحنا عندنا استيرات وعندنا إنتاج محلي إنتاجنا المحلي لا يتجاوز 30% زي ما تفضلت من 25 إلى 30% لكن جودة المنتج المحلي وثقة المستهلك فيها في الدول الخليجية والدول العربية القريبة منها وكنا سابق أنه زيت الزيتون مسموح بتصديره ولكن من حوالي 8 أو 5 سنوات يعني صار عليه محاذير على تصدير الزيت فأنا أعتقد أنه إحنا لو عاودنا تصدير الفائض أو الجزء من زيت الزيتون المحلي للدول الخليجية على الأقل والدول العربية المحيطة بنا هنساعد كثير في زيادة مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي اليوم محمد لو تبيع مليون لتر اليوم زيت زيتون خارج المملكة هتبيعه ب 35 مليون ريال فلو تبيع مليونين هذي 70 مليون 70 مليون هتصير رقم في الناتج أو مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي ممتاز طب لو عكست السؤال وقلت لك الزراعة في الخارج تجربة الزراعة سواء الشركات الزراعية أنا ما راح أذكر يعني مشاريع معينة في أمريكا ولا في أفريقيا ولا غيرها بس كيف تصف تجربتنا زراعة أنا بحدي لك تجربتين شخصية من خلال نادك وتجربت الشركات الشقيقة لنا في الوطنية أنا في نادك نادك كان لها أو تجربة في زراعة خارج المملكة في السودان وللأسف أنها تجربة فشلت فشل دريع ليس السبب نادك وإدارة نادك والقطاع الزراعي في نادك هي بسبب نظام الاستثمار ونظام البلد في السودان ما كان يعيد أو ما كان مشجع للاستثمار الأجنبي وبالتالي كانت الشروط والضوابط والأنظمة واللواعي كلها تسير عكس الاستثمار فبالتالي فشلت كل المشاريع الزراعية بالسودان في جزء الآن جزء كبير من الاستثمارات السعودية في مصر ناجحة وتساهم في الاكتفاءة الذاتي المصري وجزء منها يصدر خارج البلد وهذه تجربة ناجحة وتجارب ناجحة وبالإمكان أنها تنجح زيادة تجارب السعودية في بعض البلدان الأوروبية برضو ما كانت مشجعة أو ما كانت جيدة لنفس السبب الضوابط؟ لنفس السبب باختلاف أنظمة البلد أو اختلاف الحكومات أو غيرها يؤثر سلبا على الانتهاء أنا من المدرسة أنه أعتقد أنه الاستثمار الزراعي خارج البلد هيكون صعب جدا إلا بضوابط معينة تفرضها الحكومة السعودية على هالبلدان اللي حنا رايح نستثمر فيها زراعيا مثلا إذا ما كانت بشروط أو ضوابط قوية تحمل منتج السعودي هذا هيكون فيها مغامرة كبيرة جدا اليوم أعتقد أنه نادك أو الوطنية أو غيرها هيكون مساهمتها في الاستثمار خارج البلد هيكون يعني ما حبا هيكون يعني اليوم أنتم متشجعين أنكم تطلعون برا البلد لا 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 أبدا طيب هل منتم متشجعين لأنه والله الدولة ما هي بقاعدة توقف معكم الحكومة ما هي بقاعدة مثلا تسهل لكم خارجيا ولا الظروف هناك وتسعب لا أنا أقول لك يعني أنت عشان تستثمر زراعي لازم تستثمر بالدول اللي حوالك على أساس تقلل الكوست أو تكلفة النقل اللوجستي فإذا استثمرت ببعيد حيكون التكلفة عليك عالي وبالتالي ما حتكون جذاب في السوق السعودي البلدان اللي حولنا بالذات يعني أنا ذكرت لك مثالين ثلاثة يمكن مصر مشجعة وبقوة وفيها استثمارها سعودية وغير سعودية لكن السودان لا فإحنا بنسبة لنا الوطنية لا ما عندنا الفكرة هذا عندنا شركتنا الشقيقة لنا الراجحة الدولية تستثمر بالسودان تستثمر بمصر وتستثمر ببعض بلدان أوروبا الشرقية وأعتقد أنه جزء كبير من استثمرها تناجحة ما عدا يمكن بعض المشاكل اللي تواجههم الآن بالسودان وفي سبيل أنها تحل إن شاء الله متاز تجربتنا حنا كسعوديين في موضوع الزراعة والفلاحة هل تجربتنا موثقة؟ هل قاعدين نستفيد من الخبرة المتراكمة؟ لا يعني أنت قبلت قبل سويا العام من 10-15 سنة 20 سنة كنا تلافينا كثير من المشاكل أنا بديت زراعيا في التسعينات ما كان في مرجع زراعي سعودي موجود موثق يقول وش اللي صار في الثمانينات والسبعينات التجارب اللي خلطني أتلافاها أنا في التسعينات أنا اعتمدت على المعلومات المتوفرة وعتمدنا على تجاربنا لكن اليوم اللي بدخل زراعة في جيل أو في عام 23 بالتأكيد هتكون أخطاء أقل بكثير من الجيل اللي بدأ في التسعينات أو آخر الثمانينات لأنه موجود أمامه عنده تجارب حية عنده شيء موثق ومكتوب أنه لا تسوي كده وسوي كده أجلي نزمك تألف كتاب أبو سام احنا مش احنا اللي بنعلف كتاب احنا الخبرات موجودة في كل شركة اليوم كل شركة زراعية عندها برامج زراعية أو موثقة اليوم محمد لما تروح لأي شركة زراعية أو أعتقد كل الشركات المنتجة ما هو بالضرورة يمسكونك ويعلمونك وش يتسوي من تدخل لما تطلع في كتيب يعطونك إياه أنت مدير إنتاج هذه مهامك وهذه مسؤولياتك وهذه واجباتك اليومية أنت تسويها موجودة موثقة محمد جاء اليوم عبد الله جاء بكرة ما يحتاج أن محمد يوصف العبد الله ويسول في العبد الله واش قاعد يسوي هل كتيب هذا يشرح كل شيء هذا موجود في معظم الشركات اللي أنا اشتغلت فيها أو لا لا التأكيد الكلامي هذا اليوم اللي بيزرع قمحة محمد حتى لو مزارع بسيط مزارع عنده جهاز واحد أو مساحة بسيطة موه بالضرورة أنه يتعلم زراعة ويدرس زراعة لو دخل على أي موقع شركة أو بحث في أي شركة حيلقى برامج السماد برامج الري برامج المكافعة اللي تساعده أنه ينتج إنتاج ضيء في الأرشاد الزراعي وغيرها نعم التمر والنخلة بحكم حديثنا قبل شوية عن تجربتنا كسعوديين في الفلاحة والزراعة وقبل شوية طرينا أنه ما تطور ولا تغير وتزال تقليدية ليش الوطنية ما قررت أنها تلف على موضوع انتاج النخيل عفوا انتاج التمور إحنا بالنسبة لك أنه عبارة عن 80 من 85 إلى 100 ألف نخلة موجودة عندنا كاستثمار إحنا نعتبره بسيط مقارنة بحجم استثماراتنا أنا بالنسبة لك رئيس تنفيذي ما هم من أولوياتي الآن النخيل والتمور وتطويرها فقد يكون هو بيزنس أو استثمار لشيقات أخرى مو من أولوياتك لأنه ما في فرصة ما في فلوس لا مش ما في فرصة أنا عندي يعني اليوم أنت معاك مليون ريال استثماره في الزيتون في الطماطم في البطاطس في المحاصيل الأخرى أربح وأسرع من أنك تستثمره في التمور عكس واحد آخر مستثمر قديم في التمور يتدم للصفر ولا عندها نعم وممكن أنه يكون نجاحه أكثر من نجاحيا ممتاز خلنا ننتقل الآن للجهات الحكومية والشركات أو عفوا والهيئات والوزارات قاعدين يقوموا بدورهم كما يجب خلينا أقول كلمة حق أنا يجب أن أقولها اليوم أنا ابن الزراعة من 30 سنة اللي قاعد يصير الآن في أنظمة وزارة الزراعة والمتابعة والجهات الذات العلاقة المرتبطة بالزراعة وتدير القطاع الزراعي اليوم إحنا في مستوى عالي جدا من المتابعة من المعلومة من التنظيم اليوم محمد منت محتاج تخطي وبعدين تسأل ليش أنا أخطيت قبل ما تسوي البزنت كل شيء واضح هل هذا مسموح أو غير مسموح وين تشتغل وين تستثمر وين تزرع ويش تزرع قبل 20 سنة لا ممكن تزرع وممكن تستثمر وفي النهاية تتفاجأ أن هالمحصول أو هالمنتج عليه محاذير أو عليه أنظمة فاليوم وزارة الزراعة قطعت أشوات كبيرة في تنظيم العملية عندها برامج معينة عندها خطة معينة واضح هذه بالنسبة للوزارة الزراعة هيئة الغداء والدواء أعطناها حقها من دورها ونعمة ربنا علينا بوجود هيئة الغداء والدواء لكن؟ لا يوجد لكن أنا أعتقد أن هيئة الغداء والدواء وأدية دورها على أكمل وجه وزارة التجارة اليوم ساهمت ولا زالت تساهم لكن بالمنتج الزراعي والقطاع الزراعي لكن حنا يمكن عشمنا فيها أكبر أنها تحمي المنتج هذا المنتج هذا الزراعي إذا ما حميته ما زاد ولا تطور يا محمد يعني اليوم علشان أطور هالمنتج الزراعي السعودي وأزيد مساحاته أو أزيد إنتاجه إذا ما عملت له حماية من المستورد أو اللي جاي من بره وشون حماية؟ المستورد نغرقكم الحين؟ يعني فيه منافسة قوية وأحيانا غير عادلة يعني تكاليف الإنتاج عندنا أعلى من عنده صعوبة الإنتاج عندنا أصعب من عنده فأحيانا الفرص ما تكون متساوية للمنافسة فإحنا كثيرا محمد نحاول نصدر بره نواجه بعقبات وعوائق ما تتخيلها على أن المنتج السعودي هذا ما يمكن إدخل ما يقولونها لك صراحة لكن الأنظمة واللوايح تعيقك أو تتعمك مرنا بتجربة لمنتج البطاطس لأحد الدول المجاورة العربية وخسرنا فيها ورجعناها لكن التمور اليوم لها مستقبل كبير هي أحد خطط الرؤية أن نكون المصدر الأول للتمور فإحنا نعمل مزارة التجارة مثلا ما نبيها تمنع الاستراد ولا يمكن نمنع الاستراد إحنا بلد مفتوح ولكن أحيانا رفع الشروط رفع المواصبة محمد على المنتج المستورد الخارجي قد يقلم الكميات ويعطيك نخبة النخبة رفع الجمالك وهذا اللي تم في بعض المنتجات رفع عليها الجمرك فهذه بالتالي تساعدنا شوي في حماية المنتج المحلي وزيادته لنتساوي مع المستورد على الرف طيب هل الجهات الحكومية لو حطناها في المواجهة مع موضوع الزراعة في الخارج هل قاعدين يساعدونكم برا؟ هل قاعدين مثلا في الوفود؟ هل مندوب يوجد هناك مثلا في بعض الدول؟ أنا يمكن تأكيدا أو ردا على نقطتك هذا محمد نحن سبق أنه أثرنا في غرفة الرياض وفي لجنة الزراعة والمياه بغرفة الرياض وناقشناها مع وزارة الزراعة ومع سعادة وكيل الوزارة المنتج أحمد العيادة ضرورة أنه يكون لنا ممثل زراعي في سفاراتنا في الخارج اللي لها أو في الدول اللي لها تعامل زراعي معنا اليوم محمد كل الدول الأوروبية معظم الدول الأوروبية اللي موجودة هنا سفاراتها في المملكة في لها ملحق زراعي موجود بالسفارة لا تستطيع أي شركة مثلا من فرنسا أو من ألمانيا تزورك إلا من خلال الملحق الزراعي الموجود في سفاراتهم في الرياض إحنا طلبنا زبان ولا زال الطلب حي إلى الآن وأعتقد أنه سهل التنفيذ وجود ممثل أو ملحق زراعي أو ممثل هيئة الغذاء والدواء في سفارات المملكة في الخارج للدول اللي نتعامل معها في استيراد المنتجات الزراعية ضرورة جدا بمعنى أنه زي خذ أي بلد نستورد منه خذ إيطاليا مثلا خذ مصر خذ أي بلد نستورد وجود ممثل هيئة الغذاء والدواء أو خليني يسميه ملحق زراعي أعتقد أنه ضرورة لمساعدة المصدر أو المستورد السعودي في أنه يحصل على جودة تصدير ضرورية جدا محمد على الأقل يمكن زي ما قلتك اليوم لو بستورد بطاطس مثلا من أي بلد إذا ترخت للتاجر أحيانا التاجر يضعف وممكن يستورد كميات أقل جودة وممكن ترفض من المينة ويعاد تصديرها وتكاليف وخسائر وممكن تدخل وتقل جوداتها ويدخلها البلد لكن وجود الممثل في السفارة من سفاراتنا يروح ممكن يشارك التاجر أو المستورد في أنه يشوف هالشركة المنتجة المزارع اللي بيستورد منه كيف درجة المواصفة كيف ثقته بالشركة كيف قوة الشركة قبل ما يبدأ الشغل معنا الضروري وجود مندوب حكومي يقوي وجه الشركات أمام جميع الله الشركات أو المستورد أو التاجر السعودي اللي بيستورد من الخارج أنا أبغى ممثل لنا في الخارج في سفاراتنا اللي فينا تعامل زراعي مع الدول اللي نستورد منها أو نصدر له الدول اللي ما لنا لها علاقة زراعية ناخذ منها أو نعطيها ما احنا محتاجين فهذه أعذكر أنه نوقش في الغرفة التجارية ضرورة وجود ملحق زراعي في السفارات السعودي كيف تمت الاستجابة لهذا الطلب؟ والله تبنت الغرفة مع الوزارة وأعتقد أنه في مجال أن يعرض على وزارة الخارجية أو وزارة التجارة عن طريق مش أنه ممثل زراعي أو ممثل تجاري يكون ممثل تجاري وممثل زراعي دائماً التجار ترى يشتكون من المقابل المالي للعمال وكذا وأنتم مزارع فأكيد القطاع الزراعي أعتقد محمد أنه واحد من القطاعات اللي لا زال يعاني من المشكلة هذه نتيجة أنه جزء كبير احنا من شغلنا يعتمد على العمالة المهنية والعمالة العادية والمقابل المالي زاد على القطاع الزراعي بزيادات كبيرة ما يتحملها المنتج الزراعي المنتج الزراعي منتج ما هو غالي في سعر بيعه وبالتالي أي تكلف إضافية عليه حترفع سعر المنتج على الرف أسوة بالقطاع الصناعي ممكن كان لهم عفاء حوالي خمس سنوات أعتقد أنها حتنتي يمكن أو قربت تنتي كنا نطمع أن القطاع الزراعي يحظى بنفس الميزة وأعتقد أن مقام الوزارة شغال على الموضوع هذا وبإذن الله أن نسمع خير إن شاء الله قريبا منتاز في ملاحظات أخرى على الجهات الحكومية؟ أبدا طبعا دور صدوق التنمية الزراعي دوره كبير جدا في التطور والنمو الزراعي اللي صار في المملكة والله الحمد وفر السيولة للمزارعين للشركات الصندوق الصناعي برضو ساهم مساهمة كبيرة في تطور تصنيح الغدائي بالمملكة أنت في الغرف الآن دورك عضو لجنة وعضو في اللجنة الوطنية صحة غرفة الرياض عضو لجنة الزراع والمياه نعم وفي اللجنة الوطنية برضو لك عمل نعم اليوم أنتم في الغرف شكادي تسوون لخدمة ملفاتكم هذه حتى الجهات الحكومية تأخذ الجرحات؟ واليوم محمد أصبحنا إحنا خلينا نقول الممثل للقطاع الزراعي داخل الغرف لأصبح لها ممثلين يعني اليوم لجنة منتج الألبان دورها كبير جدا في حماية منتج الألبان ومنتج الحليب والألبان ومشتقاته لجنة منتج الدواجن كلها تحت مظلة الغرفة تحمي منتج الدواجن والمستهلك وغيره وجود اللجان هذه تحت مظلة الغرفة ساعدت كثير أنه في التواصل مع الجهات المعنية أنت محمد مزارع أو منتج معين مو بالضرورة أنك أنت ترفع شكواك للجهة المعينة أو الوزارة المعينة مجرد ما توصلوا للجنة المعنية بالغرفة التجارية هي تتولى الدور أنا أذكر قبل أسبوعين ثلاثة في لجنة أو في غرفة الرياض لجنة الزراعة والمياه حلينا مشكلة أحد المستثمرين بغاية الدواصر أو بالأفلاج لمشروع الدواجن مجرد ما أوصل عند اللجنة تبناها الدكتور إبراهيم رئيس اللجنة إبراهيم التركي وأعتقد أنه حلت مشكلته فهذه أحد أدوار دور الغرف التجارية أو اللجان داخل الغرف للمنتجات أو الشركات أو القطاع الزراعي أو التصنيع الغذائي عموم فدورها كبير فأنت شايف الجدوى اليوم من اللجان والجتماعات والكلام والحديث واللقاءات حتى لو أنه ما إحنا راضين كل الرضا عن نتائج عملنا ولكن إحنا أحسن من 10 و 15 سنة وراء بكثير نعم اليوم صوت المنتج قاعد يوصل صوت المزارع قاعد يوصل حتى لو ما حلت المشكلة لكن في النهاية في جهة قاعدة توصل الصوت للمنتج أو المصنع للمنتج الغذائي أنت مهندس عبدالله لو صوت أعمالك مسموعه شو بتقول؟ لمين؟ صوتك أنت؟ لأي أحد منافسينك؟ أم لا الجهة الحكمية؟ أم لا مستهلكين؟ أم لا أين يكون؟ أو حتى لو لعيالك ودك تتكلم نحن نقول يعني واحدة من نعم رب العلينا أنه وصلنا اليوم إلى مستوى كبير جدا في الاكتفاء الذاتي لمنتجات كثيرة زراعية هذه تمت بفضل الله دعم من الحكومة والجهات ذات العلاقة ممثلة بالوزارات المعنية ممثلة برجال أعمال ومستثمرين أي قنون هذا واجبهم وهذا عدفهم فالحمد لله نحن نقول أنه نجحنا وصلنا في تحقيق جزء كبير من الاكتفاء والأمن الغذائي لا زال علينا الدور أكبر نحن استلمنا المهمة من أجيال قبلنا ونحن نسلمها الأجيال بعدنا يواصلون المهمة هي مهمة وطن مهمة أجيال متلاحقة سوينا دورنا اللي علينا وحنسلم إن شاء الله يعني مستقبل الأجيال اللي تعقبنا إن شاء الله اللي إكمال المسيرة لكن أنا في النهاية أنا مبسوط أو مرتاح ولا الحمد عما وصلنا إليه الآن زراعيا مقارنة بعشرين وخمسة عشر سنة سابقة ولا الحمد فيك الخير والبركة دائما وأبداً أبداً 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 هل هذا كلام صحيح نظرياً طبعاً أنا سمعت عنها كثير المقاطع وشفت بعضها كثير إحنا مشكلتنا بالقطاع الزراعي أو عموماً مش القطاع الزراعي بعد انتشار السوشيال ميديا يعني المقاطع هذه أصبحت مرتع للي يعرف واللي ما يعرف للي عنده معلومة واللي ما عنده معلومة أنا مر فيني مواقف كثيرة من بعض المغردين أو بعض اللي طلعوا في السوشيال ميديا ولكن اللي جاء المعنية بالمنتجات اللي يتكلموا عليه يعني أذكر كان في أحد الشباب برضو أطلق عبارات أو أطلق معلومات خاطئة عن منتجات للحليب والألبان وقامت لجنة منتج الألبان بدورها وحاكمت الرجل هذا وخذت ضده حكم بتغريمه وعدم الظهر فحنا نقول قشران أبو لا لا مو قشران إحنا إذا تركت هذول يتحدثون ولا صححت المعلومة ففيها صورة ذهنية نعم فيها خطأ كبير جدا طيب أنا فيه المقطع هذا ودي أوريك يا يقول لا تاخذ زيت زيتون أصفر ما أدري إذا مر عليك المقطع هذا قبل ولا لا حيش أنا أقول لك لا تاخذ زيت زيتون أصفر زيدا شو الغبار كيف عليه هذا زيت العام الماضي نصبه ونشوف أول شيء الزيت زيتون اللي يمفلتر يكون لونه أصفر الشيء الثاني الزيت زيتون اللي على الحار يكون لونه أصفر الشيء الثالث الزيت زيتون اللي مخلوط يكون لونه أصفر الشيء الرابع زيت زيتون العام لونه أصفر الشيء الخامس إن زيت زيتون المرشوش لونه أصفر فأنت إذا اشتريت الزيت من شهر عشرة ميلادي إلى شهر واحد ميلادي طلع أصفر عندك الخمس احتمالات اللي أنا قلت أنه مستحيل زيت زيتون جديد يكون لونه أصفر إلا إذا هذا كلامه خاطئ جملة تفصيلها احنا ممكن عن طريق انا عضو في اكثر من جمعية لمنتج زيتون احنا ممكن نقاضيه نعم الكلام اللي يقوله هذا كلام ماهو علمي ولا يستند لأي علم لون الزيتون ما له علاقة بالفلترة وغير الفلترة لون الزيتون يعتمد على لون الثمرة انت ممكن تحسد زيتون اخضر وتاخد زيت اخضر وممكن تحسده مرحلة متأخرة تاخد لون اقل اخضرار اصناف الزيتون هي اللي من تعطيك الوان او الزيت الكلام اللي يقوله هذا ما له اي علاقة بالعلم الفلترة محمد اليوم شركات عالمية في اوروبا شغلها بس انتاج فلاتر الزيت بس شغلته من يصبحون لما يمسون وهم ينتجون فلاتر زيت سواء فلتر كرتوني او فلتر رملي فاليوم حكاية ان الفلترات تضعف مواصفات الزيت بالعكس الفلترة هي اللي تزيد مواصفات الزيت وش الخطأ في كلامها وش اللبس الوهم اللي حصل اللبس اول شي يقول لك ان الانتاج العام وهالسنة منتج زيت زيتون وبتصريح من نهاية القداوة الدواء يستمر سنتين هذا اولا اثنين اذا خزنا الزيت مزبوط وحافظت على درجة تخزين معينة وطريقة معينة ممكن يستمر معك ثلاث سنوات ثلاثة ما في زيت زيتون اليوم ينتج في الدول المتقدمة في انتاج الزيتين بدون فلتره اذا انتجت الزيتون بدون فلتر انت حكمت عليه بعد اربع شهور انه جودته قلت لانه الرواسب واللي خلي نسميها بالمعنى العام الحثل هذا يأثر على مواصفة الزيت اذا تأخر الزيت وهو موجود فيه الرواسب ففي شركات موجودة مهمتها بس تنتج فلتر للزيتون او للزيت فهذا الكلام جملة وتفصيلا خطأ وانا انا بصفتي احد منتجين الزيت انا اتحدى ان يثبت كلامه وامام نهاية الزيت والدواء يأخذ اي عينة زيت موجود منتج محلي سواء من الشركات او المزارعين ويثبت انه زيت مخشوش او زيت مخلوط او زيت مواصباته اقل من المواصبات اللي شرعتها هيية الزيت والدواء لكن بالنسبة لللون دائما لو نقرنها باي منتجات ثانية اللون لما يتخمر لما يقعد فترة طويلة لا لا مو يتخمر اللون انت مشكلتك اللون انه لا يتأكسد لا يتعرض للشمس كثير ويتأكسد وانا دائما اقول انه انا انصح انه الواحد يتعامل مع زيت زيتون من العبوات الصغيرة لانه كثرة تكون مفتوحة العبوة دخول العبوة دخول العبوة مع الزيت يؤدي انه يتأكسد واذا تأكسد ممكن المواصباته كثير تختلف فانا كل ما صغرت العبوة وكل ما صار استهلاكه سريع كل ما صار اجود في طعمه في جودة جميل لكن كلامه جملة وتفصيلا خاطب جميل جدا احنا نوصل لاختام حلقتنا ابو وسام لكن عندكم لوحة دائما معلقة في مكاتبكم وفي باب الشركة وفي كل مكان هي مقولة للشيخ سلمان الراجحي فبختم في هذا المقولة وابغى اعرف يعني تعليقكم وردكم وقد ايش هي بالنسبة لكم مش تعليقه لرد انما هو حافزكم مش تعني لكم هالعبارة جميل يقول الشيخ وقد اشركت في اجر هذه الاوقاف جميع العاملين فيها ووالديهم وكل من اسهم فيها بجهد او نصح او رأي او مشورة او دعوة صالحة هذه بالنسبة لنا محمد كنز بالنسبة لنا ثروة بالنسبة لنا ان كونك تكون شريك في الاجر هذا اعتقد انه انا من الناس المحظوظين انه الله من علي اكون احد الناس اللي شمالهم الشيخ بعبارته هذه اليوم محمد احنا نستغفر الوالدينا ونستغفر لانفسنا ونتبرح ونتصدق وننويها الوالدينا الشيخ اليوم واحنا نصحى ونروح لدوامنا وناخذ رواتبنا اشركنا في الاجر معجورين الرجل هذا اللي يكتب العبارة هذه يعطيها هذا رجل كريم كريم نفس وكريم سجاية انه يبي يشركك معاه وانت موظف ودائما هذا ما قلت الشيخ انه ياولدي احتس بالاجر فهذا كريم نفس ونبيل ويبي يشركك معاه بالاجر رغم انك تاخد راتب اثنين انت والاخوان كلهم ممكن تكونون شركاء في الاجر هذا لو دعيتوا للشيخ ان الله يجزاه خير عما قدم لوطنه ولأمته ولدينه بهالاستثمارات اللي داخل البلد وخارج البرد انا اذكر واحد من الشباب مرة قابلته في جدة وقال احنا عبدالله شركين معكم بالاجر قال الله يفلال لا اعرف انك موظف ولا شيء قال بس مكتوب ودعوة صالحة انا كل صلاة اتذكر الشيخ ادعينه فانا شريك معكم قال الله يفعلا واحد ثاني تفاوضنا مع استشاري وهو موجود عندنا الان في تونس احد كبار مجلس الزيتون العالمي هو الدكتور منجي تونسي تعقدنا معه واصبح مستشار لنا وجانا زيارة للجوف بعد ما اجزار الجوف وشاف العبارة هذه في مدخل الضيافة صورها لي وانبهر وقال لي انا الرجل هذا اللي كتب العبارة هذه كريم نفس وكريم سجايا انه اشراكنا وانا احمد الله انه لحقت اني اكون شريك في هذا الاجر فهذه هذه عبارة عبارة كريمة من الرجل كريم كلنا ان شاء الله شركاه فيها ان الله يجزاه خير عما قدم لوطنه والامة والدين اللهم امين يكتب اجر الجميع يعني ان شاء الله ان فريق العمل شركة ان شاء الله ان شاء الله انكم شركة ان شاء الله شكرا جزء لكم الله يحييك محمد وفرصة سعيدة ان يكون معك وعلى مقال نعطيكم جزء من هالسنوات البسيطة اللي مرينا فيها بالقطاع الزراعي ما قصرت شكرا لكم هالحلقة للاخر ونذكركم مشاركتها مع صديق ذكرتكم في هذه الحلقة واقترحوا علينا ضيوف التعليقات ترانا نقرأ التعليقات واشكروا معنا برضو فريق العمل رندب الخيل محمد نادي سعد نجيب سارة الحراجين ريهم الشهري افنان بن مخاشن والزملاء ايضا في غرفة الرياض وانا طبعا محمد الوهيبي